موسيقى طيب تعالى نشوف Packet Tracer موسيقى 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 دولار دولار Close كدخ اضع المعر音 فهذا اضع كمسيقى الهم يفتحها بالدور كده؟ بالاسماء الاسماء الغليم كده. كده فانا معمل الدارة هنا كده وكده يبقى احنا كده وصلت كامل كمبيوتر بدون بكامل. فاطر بعد كده بفتح كمبيوتر كده بفتح كمبيوتر بتاعي بحقيقه وبروح للدسكتوب بسطح المكتب ودور على اللي هو شبه باتي اللي هو اسمه ايه؟ افتح اقول له اوكي نبكش ايه حاجة من مكتوب هنا ده تقول له اوكي وكده متحددك دخلت على ايه على ايو اس بتاع السويتش. مجرد ما دو سامتر. تمام؟ انا كده دخلت على ايه او المؤشر بتاع السويتش. بتاعي. او ده كلام؟ طيب لو فاكيب المرارة فاتت كان فيه اه رسالة تطلع علينا. اه عشان اقول هالك الحاجة لازم اقول هالك فيه راوتر فهجيب راوتر هنا اي راوتر من راوتر مش هتفرق. مجيب جهاز كمبيتر تاني ومجيب برضو كان بيكونسر عشان تبع عارف ان هو مفيش ايفل على اس اثنين ثلاثة اثنين هنا. فاتدوس على راوتر. اختراني فاتحة. ايه ايه بالظهر. وبعدو افتح الكمبيتر تاني. والديسكتوب تاني. اوكي. ويطلع عليك هنا. فدي المسالة اللي كانت طلع علي في السويتش مكلي. لما مندو سامتر هنا كده مكامش بدخلك على طول عمو عشر. كان عمال يسألك سويا لولي مدير داشت. ايه. 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 لان السؤال ده بيقول. لا يبناع بقى زي ما قولنا حوار. هيقضي اسألك في بعض الاسئلة. وبنان عليها هو يعمل. فاحنا مش عايزين كده. عايزين احنا نعمل. ده لان اتعلمون اخلاص كده اخلاص من بايزيكس. هنخش بقى في ايه في التاني من الشطر هو التاني من الشطر ايه. ما عندناش حاجة تاني. فانا عايز اعمل مفهولة اقوله هنا زي ما انت قولتو زي ما انا بنابو. بس ايف ان انا قلقتو جوز تانية ياس. تمام? ايه لا يحصل. ايه انت يسألك شوية السنة. بس انا سوال تاني اقوله ياس. انا مش فاهم. تمام? بيقول لي دخل اسمي. تمام? اي حاجة. المهم ان انا اكتشافت فجأة ان انا دخلت رات. يعني انا في اللحظة دي كده. انا دخلت رات. انا عايز اعملي كنترول سي. كون الله فادي عشان ما اوصلكم كنترول سي. فكي نقطع هنا في كنترول زيت. خلناها زي انا. كنترول شيفتو ستة. بيقاطع ايه. ايه. اين بحستاني منها كنترول شيفتو ستة راحتش هيعمل ايه حاجة. تمام? لكن ايه اعبو هنا ايه. كنترول زي. بصنا ما دست كنترول زي. شفتو خرجت زي? يقول لك ايه. طلع عليه السلام تقول ليه. همدوس انتر. ثلاثة مهاشر هنا. اكبر مين? تاني كان اكبر مين? تاني كان سويتش اكبر مين. ايه شايفان? ايه. بتوقف. بتوقف بالزات الحتة بتاع السيطر. مش في ايه حتة تانية يعني ملاش? فايدة نسا دي ما في حتة تانية كتير. هو الحتة دي عشر حتة بنستعم فيه. تمام? مش هكنا بندوس السهم بفوق عشان نرجع للقمر تانية او. اه. بالسلامة كده لوان انا قدام مهاشر لا. كنت مدوسها بفوق. لكن انا كنت فوق. هنا دخلت في حتة تانية خاصة. او برعن حاجة اسمها الديالوج. ده هو بيسألك اسئلة وانت بتغطي عليه. فمش هكفت. انا لو عملت كتير من الروتر ودست في الاخر كنترول سي مش هيحفظ الحاجات دي? مفيش ايه حاجة تتحفظ. ده هو عدت مشيت مع الاسئلة بتاعتو رايت اخر سوايا ودست كنترول سي مفيش ايه حاجات نفسك. تمام? هو عدت اخر سؤال بيسألولك بيقولك خلاص انت متأكد تمام? بس انا انا مش عايزة ايه تهتف بهزا النقوز الانو مش مهمة بالنسبة لي خاصة الفكرة بتاع الكونفرجيليشن طيب. مالا? يبقى كده وقف ما تقريبا عن السلايب ديت وخلصنا معظم ايه الحاجات ايه اللي موجودة فيها? السلايب اللي بعدها عبطول فيه فيديو ديمستراتيشن زي ما تلكم الشرطر ده بازال في فيديو سكيلة عشان تفكرت. لان لو انت غير اولو انت متروح ومش فاكر بسه ايه الكلام ده كله. وفي كزا مش يشوفناه عفاقبة تالت ارابع فيديو موجود عشان خاطر يجبلك الموضوع 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 الشرط كاتس. ازاي بتكتبوا الهم بيساعدك. فده فيديو موجود تقدر ايه تتفرج عليه. اه ضريف جدا. طيب تلت ارابعها بس مش ايه مش احكم كده. وبعد نوصل لأول موجود عندنا هنا في هذا الشرطر. وانا شوفنا في الشرطر وانا اتنين. في الحقيقة اكتيبتي. يعني انت اسمه وتسميه ازاي موجودة اكتيبتي. صح هذا بيزر بتكتير عندنا. وفي الاكتيبتي مفروض لازم تفهم ان هي بتعلمك حاجة. اوكي? بطرجة الرئيسي او الهدف رئيسي ان انت تتعلم منها حاجة. دي مش ابتحان. اوكي? يعني حتى لو هي موجودة في سيخة ابتحان ابتحان اتسلش وزي ما اخطيكم الهدف بتاع ان انت تتعلم حاجة. مش مهم بتجيب مية في المية. لو المية في المية دي اجيبتها وانت متعلمتش هاي. الاحسن انت تجيب عشرة في المية وتتعلم حاجة او حاجة دي. تمام? فايزا هنا الى اكتيبتي دي. اكتيبتي بسيطة جدا احنا خبنا معظم اللي فيها بس مش كله. فانا هفتحها معي اسمها Navigating the iOS. اللي هو احنا ملناها اللي هو زي متسوق سفيدة. تمام بسمها Navigation او الملاحة. طبعا احنا نعمل الملاحة بتاعدنا معي الآيبات. ازاي؟ بالخطار الفايل اللي هو البي كي اي. وندوس عليه كده. زي مونا بيبدأ يدعون لودو. بيتنزل ملف امتداده بي كي اي. وملف ده اللي هو ندوس عليه. وانت عندك بيتحب الفين في ال Packet Tracer. تريك اكسس لجدنا لو عايز تروها البيت وانتابع معي نفس الخطوات اللي انا عملتها هنا. طبعا مش هو هان انت حد يعني حد اشتغل في بعض ال Packet Tracers يعني اشتغل عملي انت بديك كزا Packet Tracer فهتشوفوا مع بعض ايه المخطوب منك. هنا زي ما شاكين ابتدى ال Activity already في الرسمة ما نسونا معادي رسمة غيره خالص في ايه PC1 و Switch1. طبعا عايزي ايه الله حضرتك زي ما انا في وندو تانية تفتع. يعني معنى كفل دي كده. ويبقى معنا الودو دي بس عشان ملتوش. ايوه. وزي ما انا الودو بتانية دي ليه اسمه PT Activity. اوكي اللي عملك عندلك وقت ايه ممتوحة بالها lda. بتقول لك ال Objective بتاعك. مالا عملنا لبقى دلوقتي. مالا عملنا لبقى دلوقتي. بعد كده Access to CLI. قرشها CLI. وبعدها Explore Help اللي هو عملناه لما شوفنا الهلبر بتاعيتنا بتساعدنا ازاي. Explore Moods. ال Exact Moods. او انا كامل Exact مش مهمة بالزمان لح تصال لي Exact Moods. معناها Moods وخلاص. فايزا Explore Exact Moods. حنشوف المودز المختلفة. واخيرا اخر part. افروض ان انا set the clock. ولو فاكين اولا اللي عمناها مرافق. طالع احنا جايب دلوقتي احنا هي عملنا. بس ناخدناها كده step by step. نختار part one. establish basic connections. step one. connect PC1 to S1 using a console cable. عشان انت لسه في الاول. فالPacket Tracers اللي في الاول بتبشي معك بالراحة خالص. لو تقرأ كده. خطوة الاولة دي وانا اولا تهلكم. بتخلص بسانية. تلاقيوا معجي ما اسمها لك واعة اتنين ثلاثة اربعة خمس. ما اسمها لك اتنين خمس قطوط. فعملنا بتفصيل كبير جدا. الاول حالي يقول لك دوس على connections icon اللي هي شبه ايه البرق. ربز البرق عندنا في الكورنر الشمال. وبعدين يختار اللي لون هازرق خفيف. ودوس عليها. الماوس pointer هيتباير لحاجك لانه connection. مش هلين ماشي معك ازاي? مش هلو انت ناسي كلام ده كله او ما شفتوش او ما تبعتوش فعيه. بحنزل فاعل على connection زي ما هو ايه هنا في الكورنر الشمال. وضع لونها اللي خفيف اهي. وقالك هيظر بشكل connector كده. وبعدين هيقول لك دوس على ال PC واختار R S اتنين تلقيت اتنين. ليفتح اسمها السيريال. وبعدين ندوس على محيل تهنية على السويتش. واختار الفاتح اسمها ايه. بقasket القبض. بقال ليمشي معكس. تب. بقى يستعمش. برضو يقول لك افتح ال desktop افتح ال. تمام? وبعدين دوس اوكي. وبعد كده ادوس اك. فعنها بلا يرود الحدوض اتو. هنفتح الكمبيوتر. هنفتح الشاشة اللي اسمها الديسكتاب المقبولة هنا. هنروح للبنارية الاسم وهنا بيسألك سؤال. بيقولك هي ايه بيتس في الساكن دليل. ايه الكلصة ليا. في الاكتابيتي. انا مش مكلم على السؤال نفسه. في الاكتابيتي بتاعك نتيجات. هيعلمك هو زي. يعني هو انا بيقول لك ايها المبارك حاجات بتبعها. لا. في موازن الضاكت هتلاقي فيه حاجات زي ده سؤال. سؤال. سؤال دوت. يا اما بيسألك الهاجة بفول انت تكون عارفها. يا اما بيسألك الهاجة جديدة عليك بالنسبة لك خالص وعايزك تنور عليها او تسألني عليها. تعرف هيجات من ايه. يا اما تمام الهاجة انت عايزك تسألك يعني يقول لك اكتب كزا وقل لي ايه لا هيحصل. عايزك تجرب علي ايه. فتعالي تشوف السؤال بتاعه هنا الاول سوال بتشوفو. يعني ايه اللونهو ده. ايه ده? عملي عمباقل ايه ده اوات? عملي عملي يعني ايه بت? ايه بت? بصق البيت اللون ما تعرضوش ده اصغر واحدة قياس في الدنيا في عالم الكمبيوتر. اوكي? البيت بتاعنا ده اوات عباره عن صفر او واحد وده اللغة اللي بيفهمها كهاز الكمبيوتر. وطبعا هنا نترسل التفصيل نجيب كبير كده عن موضوع السفر والواحد ده لكن دلوقتي بتعرف ان هو اهل التخزين حضرتك عارف الكلام ده مية مرة ليه لانك لما وقت اشتريت الموبايل اشتريت الموبايل اللي ما بات بتاعته مش عارف قد ايه والميموري بتاعته قد ايه والكارتة بتاعته بتخزن قد ايه بصح؟ ولما اشتريت الكمبيوتر بتاعك او عندك موتر بتاعك عارف الموضوع باته كذا والهاردسك بتاعه كذا بتقول ايه ميجا جيجا بايت صح؟ ميجا بايت جيجا بايت بش ديه واحدات اللي انت بمشتها لكده وتعملت معاه البيت ده ما هوش ازرر واحدة اللي ازرر منه في الحقيقة اللي انا بقولك هاي اسمه ايه البيت البيت بيزوي 8 بيت اذا هو الازرر في علاته هو البيت فلما يقول هنا بيتس بير ساكند يعني ايه بيتس بير ساكند تمام؟ زي ايه بالظبط؟ زي سرعة العربية انا ما هي سرعة بتاس زي العدادة ممكن فراضعتها كيلو في الايه؟ في الساعة. صح؟ فلما تلاقي في حاجات وبعدين تزمن دي وحدة دايماً سرعة. يعني اي حاجة كده في حاجة اما عنا وبعدها زمن دي اكيد قياس سرعة. فصرعة العبية بتتقاس من كيلو بيتر في الساعة. ايه انا هنا سرعة في الكابلات بتاعيتنا زي ما احنا اكتشف بتتقاس بحاجة اسمها البيت بر اي بر ساك. وماردو دي لسه حاجة احنا نترسها بالتفصيل اوكي. بسواب يسألك عليها عشان تشغل دماغية وترجع. المرة جاءت بتاعي ما تبعيش اقطة جديدة بتشوفها الاولوج. انا مطمنا لا 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 لا. انا مطمنا. لو تطع تقيم الساعة بتلاقي فيه اوبشنز كتير. ايكا ما ينفعش الريان. يعني لو ما احتاج لأي اوبشن تاني جيلت ساعة ثلاث ستمية مش هتشترج. يعني ايه؟ انت باعز بتاعسسكو انه انا بخدشو والكابل بتاعسسكو اللي انا مش هتشترجو. والكابل اوكي. ومش راكماندي ده انا انت اضغير بك. اذا اولو اوكي. وفعلا انا قل يدوس اختر. ودخلت على سويتش او لا. دخلت على سويتش. ايه غريف السويتش دوت? لما دوس لانت فيها غريفة. اه. اه. لكتوب ايه? اس واحد. شاكيب. هو ايه بطاحت شوية. بس لكتوب ايه? اس واحد. لما دخلت على سويتش انا عامل كده السويتش الحقيقي وسويتش ما كده يطالك من سويتش. ايه اس واحد دوت? اس واحد ده اسم حاجة من اول الحاجات اللي هنعملها في بتاعنا. ان انا هد دي السويتش بتاع اسم يميزه. وكل سويتشان سيسكني اعمل مصنع طلع على دواشة بتاع اسمها ايه? سويتش. قالك ما ينفعش الكلام ده. كلنا سويتش. لا. هنميزي السويتشان دي عم بعض بحاجة اسمها الاسم. زي ما اكتوب. لكن دلوقتي اه انا دخلت كده على السويتش. طيب. نوصل هنا كده. خلصنا كده الخطوة بتاعي. الخطوة التالتة. عايزك تجرب بره ان هتعمل علام استفهام. عايزك تجرب بره ان هتعمل حرف السي. بره تانية بحرف تي. بره بحرف تي اي. اوكي. كل دولة عايزك تشوفه. فتعانا مجرم كلام ده كله. ده الهلب طبعا بتاعنا. ده ما ما انت على استفهام هنا بس. رغي ما تجلبه. اي حاجة قابليها. ده بيطالك لستا بالهلب كل الاوامر اللي ممكن تتكتب هنا. كل الاوامر اللي ممكن تتكتب في الحتة اللي انت واقف فيها. فلا الحمد لله الحتة اللي ما هتفهم دي حتة صغيرة. يعني ايه التصغيرة دي. ده اللي هو المود اللي هو دا علينا هو بحدود جدا وبيشوف فقط. وحب يشوف كبان حاجات محدودة. فعشان كده ما طلعيتش اوامر كتير. طب هو قال لي بحرف السي. يبقى عمل ايه? سي وبعدين عليها بتصنفها. بيطلع لك لستة بكل الاوامر اللي تبتلي بحرف السي. في لسة ده هو عمل واحد. مكتوب كلمة ايه? كورنيت. انا عارف ان هو الفوت صغيرة شوية. معلش. لكن بعد ايه داع بيقولك حبت بحرف تي. يعني انت ستفهم? اه في تلات دوائم. خدناش احنا الامر دي خبارك اوامر مش مفهول انت تفهمهم الدول. او بس عايزك تشوف الهلب. يعني عايزك تفهم ازاي تدور لو انت فاكر حرف تي بس مش فاكر الامر. تمام? ايه ما هيحصل? يقولك لو بدك تي اي وبعدين عبارك استفاق. هتلاح الامر اختصرة شوية. بدل ما هيحصلة تلاتة بقوا اتنين. لان الامر التالب يتلك حرف تي ار مش تي اي. دي الفكرة اللي هو عايز ييوصى مالك. فده اسمه يعني هالف زاكي بيفهم ايه اللي انت بتكتبه. وبتحاول يساعدك على قد مليئة. بعد كده احنا خليف تبقى ربانيك تخش في عايزين يبص على الموتز المختلفة عندنا. والامر اللي هو عبر اينابول. فديقول لك اوكي. اي اي اول حاجة. what information displayed that describes the enable command. يعني لما سيكي هنا كده وعمل يرقل سح كل حاجة وكتب عليك استفهم. هتلاحه في اينابول موقودة. وندام اقولك ايه اللي مكتوب قدمها دا الهرب. يقولك العبر دا بيعني كي? تيرن تاكريم? ايه اللي خاصة على مكتبة اي انا ودوست تاك كام من هو العمر الواحدة. تبا? ودوست انتر فعلا ايه نفزه. فعلا نفزه. نوعا دخلت في الموط ده اللي عملت على نسب هان? هتلاقي لسة اكبر بكتير. بدليل ايه? بدليل ايه? بدليل ايه? بدليل ايه? بدليل ايه? تضع لك اللسة الطويل ايه واندياته في الاخر بيقول لك الحيات اللي تحت دي مور. لسة فيه تاني. فلازم ادوس هنا. عشان هنزل اكمل الجزء اللي هي الصفحة اللي بعدي. طيب? عايزنا نشوف ايه تاني بعد كده. بيقول لحضرتك اكتب كلمة تكونفجر. اكتب كلمة تكونفجر. عن طريق ان تبدأ تشوف الحروف ازاي تكملها بحرفة تي. ببعضة ايه بحفل تاك. يعني نكتب سي ودوست تاك ما فيش فائلة. سي او ودوست تاك ما فيش حاجة تحصل. سي او ايه. فيش حاجة تحصل. كونف. اه. سي او اي اف. ودوست تاك. كم منها. تمام؟ بفوط ان انا مكتب عليها هلا وفاكيني هلا لابر كونفجر ايه تاني بتاك. تمام؟ كنا بنكتب كده فعلا المورة اللي فائتت. وممكن اكتبها بالاختصار بانوز اي تي ودوست اي تاك. بس او عليك لا. وبطيب يتجرب حاجة. انا اختبت الكنفجر بس ودوست انتر. بش او ايه. ودوست انتر. تلاقيه بيدفع لك رسالة دي. يعني بلك انت عايز تقامل من ايه? من او من او من الناتورك. بطريقة اخرى. يعني ايه مش هل اخش ادخلو او امر? دلوقتي. هل هدخلو امر من الو هو التناخل منها. الدياز الفو بوط الان ناخل منه ده ام ده اسمه ايه? زي ما هو الطرف في الاخر اللي بيخش على ال EDS. ايه ما الحاجة الغريبة التانية دي ماموري هكونفجر بين الماموري اوكي يعني مين الماموري ما قولة عنديه هاخد ملف وحامله في الحقيقة او برضو نفس الحاجة هاخد ملف مقول في حدة تانية واحمله عن طريق الشرق. الكلام ده امام سويا واللي هو حضرتك اللي بديك تعمل الكونفجراشن هتبقى راجل كده يعني سوبر ادباطس في ايه ما نعمل هنا. غالبا هتبقى عامل بجاهز الكونفجراشن باره في ملف تكست كاتب الاوابر اللي انت تعلمتها وحضرتها في ملف تكست ممكن نحملها مرة واحدة. ايه فاكده انك تعمل حاجة زي كده ان نفس الكونفجراشن ممكن تطبقها على جهازة جايزة. مهمين الميزة؟ يعني لانه ده موقع الكونفجراشن هتبقى لسه احنا مخدناش العاملين لانه دلوقتي يعني مخدناش حاجة. فانا فيه من دلوقتي اوامل كده حضرتك تعلمتها وعايز تكونفجر بيها. فممكن حضرتك تتعمل زي نسخة واحدة منها واتطبقها فين في كذا مكان. زي موقع دي حاجة ارفاص وحنشوفها في الاخر خاصة. بس اللي هو عايز اقول لك هنا ان انت فيه كذا تعمل الكونفجراشن بس الكونفجراشن بس الكونفجراشن ادخل الصور الكونفجراشن بتاعتك ساتر ساتر وكل ساتر في اوبر واحد ولما تخلص دوس كونترول زيت او انا مفيش عائلت اعطى حدوز كونترول زيت. اوكي. اخر حاجة عمل اوبر بتاع الكلوك. انا عملناه مولا بفينتف او الروبوت معاكم تانيوس. عشان انت رعائلت بص البريكة البسيطة ديات. انا بلاي تفتح بيسي واحد وفتح الـ حتى لو انت قاعدوا انت ممكن تقولها بزيها الفكرة. الفونت هنا صغير جدا. الفونت بتاعها صغير جدا. فلو عطلت هنا في سي واحد. في حاجة الان ياسسكوا عملك عشان تريحك. انك ممكن تدوس على سويتش نفسه. بصد تدوس على سويتش نفسه. هتلاقي فيه تاب اسمه ايه? سي ال اي. لو دوست على تاب السي ال اي دوت. اوكي وطبعا هنا مقفول انا حاورهورك بصوبه لك. لما دوس على تاب السي ال اي دوت حيطلالك نفس الشاشة بالزلطة بتاعتي بتاع التيرميل. اوكي؟ بس الشاشة ديات الازرف ديات ما نعمد اتحكم فيها زي لاحظ. طعب يعني هم دوت خدنا ديات في الدوت لباك كنا خلاص دريما نخلص دوت. اوكي؟ ونفتح واحد جديد اتحكم في زي معايز. كمبيوتر تاني تاني تاني. دوس على البي سي. اوكي. اوكي. شايفين الشاشة دي? بص حتى هاو بيه كاتب. شوفونا كتبين عني بب. صح? هكتب اناب بس اناب. خلو كده مش هكامل لناصر. وهاكل الشاشة دي. تمام كده؟ هدوس على السويتش. هدوس كده? هدوس على السويتش. طعب فيه كزا تاب موقعين فوق. اختار الاسمه سي ال لاي. كومد لاي انتروفيس. فهمين اقصد ايه? يعني دي نفس الشاشة بالزبط اللي طلع فيه في الكمبيوتر. اه تمام? ده للتسليل عليك. معاش انت لو عندك ان شاء الله يعني هتشوف بعد تده عندك مجموعة تجهزة كتيرة عايز تابرات يعني شاشة واحدة رأس واحدة زي ديه فيها مسلا خمس سويتشات وانت انا طارب على الطرات محتاجين اتعروب. فدي طريقة اسهم. طالب انا نعمل كده وانخرش هنا وبعدين خطوات مختصرة اكتر. ندوس على السويتش. ندوس على السويتش. الاهمل ما بنسبالي انا ان انا اقدر اعمل كده. بص جده. options. انا اول ما رجل options ده انا فكلا. بس انا برايك ما عايز تعمل عمله في البيت. preferences. تمام? هتلاقي حاجة اسمها فوت. اوكي? والفوت ده ده بتحدد الحاجة موضوع الفوت انت بيعجبك لحاجات كتيرة جدا. بس الهي مين هي اول واحدة فوت. او لغير الفوت انت احنا برايك ينكبره خليه 18. ممكن هنكبره اكتر من كده خليه اسال 20. واقوله apply. اوكي? ولما تروح للسويتش ده 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 اكبر حاجة ممكن للفوت بتاعه. تمام? بس كده انت ترضى تشوف اكتر حتى او التعامل معك. تعالي تشوف اللي انا عملوها لو فاكريه عملناها زي عملنا سي على التستفام. طبنا علي اوبشن بقوله او بحرف السي. طب سي ال. على التستفام. كده او بحرف السي ال. انا طبعا بنا عايزين بي. كده اقدر اكبالها التاب. لو قدست انتر. هيقول لي. الامر ده اول ماكس. لو كتابته بعد كده. طب مفروض اكتر ايه بعدين انا مش فاجر انا تستفام. هيقول لي ايه في كلمة ست. طبعا لو كتابته يعني ايه ست. هدوست الامتر. هدوست الامر لسه ماكس. طبعا اكتر ايه بعدين اكتر. هدوست مسافة الاول. بعدين عدم تستفام. ايولا ادخلي الوقت المفروض حاليا دلوقتي عشان تزقل بيه الوقت الداعي. الوقت ده بيزقل التاريخ بالوقت. بقى سالان هدخل له ستة دباكات تبرتاشر. تمام? ستة وخمسين. وبعدين زيلو زيلو. دوست امتر. بقى ايوان دي الابراز. عايزين داني. يقول لي ممكن تدخلي حضرتك التاريخ بقى. فقد دخل تاريخ تاريخ المرضى. اربعة وعشرين. تسافة اربعة. واندوست امتر. المرضي طلع بسالة اربعة دي غلط. لانه محتاج تكتبه التاريخ بالاسم ومش بالارقام. وطبع نسيسكو عامنا دين عشان ما نتنخبرش. اناس كتيرا. انت طبعين انت ايه طب اكتب. يعني في ربا في امريكا بيكتبه التاريخ ازاي؟ الشهر الاول. الشهر الاول وبعدين ايه? يعني عندنا بيكتب التاريخ ازاي اليوم الاول وبعدين الشهر. فبدل واحد حاجة انا اغلى كله. الشهر ما بيبقاش برقم. الشهر بيكتب بيكتب بيكتب. فايزا كتبت هنا ابريل اهو. ودوست اتر. يقولي لسه في حاجة انا اصاب. كتبت انا بسيطة خالي السنة. وكده حضرتك زبط ايه في الساعة والتاريخ. انا ماشيت الهيطة دي بسواس. انا عملناها مرة في الهيطة الفكرة بتاعتها ايه بسيطة جيدة. كده اخلصنا احنا الاكتابيتي بتاعت اوه في المرهج. ايه نعملها هنا هتبقى اكتر من كده شوية عشان دي تعتبر صباح اوه يعني مش هتاخذ من هنا وقت. بعد ما عرفنا شوية اوهر اكتر شوية هتجربت نفسك هنا وبعد حاجات ايه هنشوفها ليه مع بعض. لكن دي تعتبر مري سنة ليسا. ها اي مشاكل? اخلو طبعا. ما هنلاقي بنشتغل على سويتش اوهين سروس تيه بس. مش باس هو الموجود السويتشات في الموجودة. تلت انواع او تلت مدولات الفتسوئمية وخمسين الفتسوئمية وستين تلتتارية خمسة وستين اوكي? فده فتسوئمية خمسين ده قديم اوي. الترية خمسة وستين ده متقدم اوي بالنسبة لها. فاحنا نتعامل بها التلتسوئمية وستين. وده اشهر سويتش عن السيسكو. زي الانه كمان انا بنقيت اشتغل هنا عمل ايه على سويتش الناتالي الموديل الموديل السويتش الناتالي هنا كان الفين تسعمائيه و ستين فكل ده بخيرها مشتغلين تعال كنفجرش ايه بتغير من السويتش الناتالي او بطريقة قليلا جدا مش بحاجة جديدة بمعني ايه 950 و ستين انفاء مينو في ايه امكانيات 960 و 350 انفاء مينو في امكانيات بمعنى اخر في حاجة موجودة هنا مش موجودة هنا فايزا الموديل الاعلى في الرقم دايما بتلاقي فيه اوابر بتتكتب مش متاحة في ان في التاني نعم القصة؟ زي ما يبقيه اني اوبشن لسه وما يكسفت حنطف ويندوز تاني ولا حاجة فمتلي مش هتلاقي في ويندوز ايه لكن فلاشة الويندوز هو هو ايه هم ايا سنة تاني اوكي نالي عملك اوكي نتابع في احنا كل ما هتعليكم في هذا حاجة اسمها البيزيك كوفيجريشن البيزيك كوفيجريشن هو حاجة حضرت ان يتعملها لأول مرة بس طلعا هتعملها كتير جدا جدا يعني انت خلال مثلا الكريك لو بتاعنا اول ما تخلص الملك بتعسيس انين هتكون عمالة مجموعة اللي قبل هتكتبها على الصنورة دلوقتي والتعليمها دلوقتي هتكون عمالتها بس طلعا هتبتل مرة على حاجة ليه؟ انت كل مرة هتكون فيجر انهيزة لأوله جديد وبسوات سويتشز او رابترز بحتاج تعملها ايه البيزيك كوفيجريشن بتاعك لابده سواء في او سواء في البيت او سواء هنا سواء في المتحك تفهمين البصة لازم هتعمل البيزيك كوفيجريشن فلاول واحدة لو لقيت الكلام كتير ومش كتير الحاجة هي حوالي سبع او ثمان خطوات او سبع او ثمان اوايبر بيتعاملوا لكن دي بالذات ما تلاحش منها خالص انا هتعملها كتير او بس بداعاتك قبلينا حاجة لكل شوية كل يوم تتكرر لدرجة ان انت هتسبب في المارك كده كده طيب ايه هي البيزيك تاست بتاعت البيزيك كوفيجريشن بتاعيه؟ اول خطوة هندي الجهاز اسم احنا قريدي شوفنا لها بحل ذلك لما فتحتنا الباكت ريشل اللي فات وانا سويتش اسمه اس واحد طلع ان الحتة اللي قابل المعشر دي هي ايه؟ هي اسم الجهاز كل سويتشات سيسكو طلع اسمها من بصنا كمت ايه؟ سويتش لا مش مطقة فهنوير هذا وحنشوف ازاي يبقى اول خطوة هتبقى اسم الجهاز تاني خطوة والتالت خطوة وردخ خطوة خامس خطوة والسادس خطو بصو كل دور ما بقى عمين هسكيور الجهاز يعنيين سكيور الجهاز تأمينه للوانسي حضرتك لما جدنا فتحنا السويتش ودوسنا انتر دخلنا كمنا ما ينفعش اوكي؟ ما ينفعش حد يوم جاي يفتح السويتش سواء عمبوه انا وطريه كابل الكونسول ويدوس انتر يخش تأمين فتنه سهيب بالباب مفتوح انت كده سهيب ليه؟ بالباب مفتوح بتاع السويتش ما ينفعش تاني مرة لما كتبت الايبول هكيين الايبول ده؟ اللي هو بيدخلك للبريفليج مود اللي قطتنا تعمل منه كل انت عايزه برضو دخلك عمطول ما ينفعش لازم يفي ايه؟ ما عنده باسوود ما ينفعش كل الناس تخش كده للبريفليج مود بعض الناس هتدخلهم لليوزر مود وبس ونكتفي بذلك بعض الناس تانية عايزين يدخلهم فيه؟ عالبريفليج مود فاذا محتاجي ايه؟ باسوود تاني كل ده ايه؟ سيكورتي لسه طبعا فيه حركين كمان هنكلم عليهم تبع السيكورتي اخر خطوة هنعملها في الكونفجريشن هي انا قدي السويتش التاعي ده عنوان فكريم نرجع تاني البداية انا عايز اخش عليهم على كده فيه؟ من اي حتة في العلم بقدر اخش عليها ما اخش عليها ازاي من اي حتة في العلم من غير ما يكونوا عنوان فهذا دي بقى اخر حاجة نعملها فيه دي كده بقى اخر شطر فايزل هنمسك لسه واحدة من دول بالتفصيل انا بس اوضح لك الموضوع عموما لكن هنمسك لسه واحدة واحدة من دول بالايه بالتفصيل فالتاسك رقم واحد بتسميها او بنسمي حاجة اسمها الهوست او بنسمي حاجة اسمها يعني اسم الجهاز بس احنا بنسمعنا الاجهزة بتاعتنا بتسميها جالبا الموضيف ده اي جهاز يعني الكمبيوتر بتسميه 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 دازم تقول يعني بسمه الاجهزة ايه فايزا انا عايز الهوست فاول حاجة يولا وانا ليه اصلا محتاج اسم يعني هنا طبعا ليه هاي تاسك ازا اول اوكي وبعدين هنا على طول بيخش على مضوع الهي اول تاسك ليه انت محتاج اسم زي باش مهندسة في الصورة تشوفنا هنا كده بهذا الشكل الموضيف بتاعها الليها دي لسه سويتشات جديدة ومحتاجين اقبلوه بيه زي ما نشافين لو ثابت السويتشات دي باسماءها زي ما هي اللي يقنون نفس الاسم ان هو سويتش هي بعد كده اول مديرة او اي حد تاني لما اقسس السويتش دي تعانبط ممكن يطلقها انا عايز لما اخش على الجهاز اشوفه بحاجة ايه تميزه اماما فا ايه الحاجة ايه اللي تميزه باسم بطريقة وسطة جهاز ده المؤشر دي يعني ملوق اسم مثلا هي هنا باختار ان هي تسمي السويتشات بتاعتها اس دامليو شارطة فلور شارطة واحد فلور يعني دور اس دامليو اختصال سويتش يبا ده السويتش اللي في الدور رقم واحد سويتش تاني اس دامليو فلور 2 اس دامليو فلور 3 وهيحقق الغرض بتاعها اماما يبا الاسمي مش بس مجرد حاجة مميزة لأ لدكتشف الاسمي كمان حاجة مميزة لمكان السويتش يعني انا كتبت هنا السويتش ده في الدور رقم كزا اماما فده ممكن تسميه بتعامله باعي طريقة انا حطت سويتش في الوضة دي والوضة دي رقم مش عايف 3 ايما ممكن اسميه ده سويتش روم 3 اماما لو انا حطت سويتش مثلا مخصوص اعمله في الشركة للناس بتوع الناس اللي بتوصلها بالسويتش ده هي اضارة في المبيعات فممكن اسميه ايه السيلز سويتش حاجة تنصب لي السويتش ده اميزه عن بقيت للسويتشات الوضع اكي لو عندك كزا سويتش في دافس الوظيفة سيلز سويتش واحد سيلز سويتش اتنين سيلز سويتش تلاتة فجي اول خطوة ازاي بيكونفجر الهوست اين اول حاجة بتاع كلها بتبتلي بنفس الخطوات بمعنى حضرتك بتبتلي بالبداية كده انا مش هكتبه ملايك اذا هو مقدان هيتكارر بنيكتب هنا الكماند بتاع بتلاقي مؤشره بغيط بقى كده بكتب هنا الكماند بتاع بكتب هنا الكماند بتاع تيرمينو اوكي وادوس انتر فنساش يعني ديها درامز الانتر كده لما كتبه يعني عندنا بتلاقي المؤشر بقى كده فانا مش هكتب دول كل مره تمام؟ مش هكتب دول كل مره انت فاهم انت لازم تبتدي اي task configuration سمع كما الحاجات اللي هنقولهم لازم اكون بالتدي فين؟ هنا فانا دايما همتدي بيها بهذا الشرح المؤشر بتاعي كيفا كده switch config ده كده المؤشر بتاعي ايه الكماند نفسه؟ الكماند بنيكتب كلمة host name كلمة واحدة وبعدين مسافة اوكي ايه مش هكتب المسافة دي معا كده نهور العمز دا كده مسانس المدون دا معنا ان في مسافة ده انا قطيركوا بكده كل الكماند ستاعدنا لازم في مسافة بين العم وبين اي حاجة تانية ايه بعدين ولو في كذا كلمة حيبق بين كل كلمة وتانية مسافة هيزم host name كلمة واحدة ح O S T M E E مسافة وهينا حضرتك تدخل ايه؟ اسم الdevice بتاعك لو عشنا حاجة بالسامبل كتبت كده S W واحد مان مش حاجة معقدة جدا ودوست انتر بعد وكتبت كده ايه لا هيعصن؟ هادا كهوب S W وبعدين واحد كمان؟ هذه النتيجة. يعني ايه? اول ما حضرتك بتدوس انتر اللي عمر بيتنفس. سعيدة. يعني مش تازب عمل سيف عالي كده مش تازب تعمل حاجة عشان تطبع. مش هيشالك في اللي عشان يقولك متأكد. مفيش حاسمها كده. اول ما بتدوس انتر اللي عمر ده ادري. اتبعى? يبقى ده اول تاسك تاك اي خطأ. سهلة جدا جدا. التاسك التانية خاصة بقابل ايه بالسكورت. التانية والتالت اول بقى اقعد ساو ساوة في خمسة تاسكت او ربعه بعد ايه سكورت. فاول حاجة عايز اعملها هي ايه? ايه اول حاجة عايز اعملها? عايز ان تيها هتبقى ايه? الهو بمعنى ايه? لما تيجي تخش انا سويتش. مش اول حاجة اذا ما انا بفيك بتخش السويتش تلاح بتخش ازاي؟ بدو سايتر. صح؟ بتخش سايتر بتخش. هي ادي اول حاجة انا عايز اعملها. فا اذا اعمل الاكسس للسويتش. يبقى هنا التاسك حقول عليها. سكور. اوكي. اا يوزر اكسس. والاكسس ده ما بينكم سين? اللي هو الكونسل. يعني اا نرجع نفتكه. انا عندي نوعين من الاكسس. سعر؟ عندي اكسس عن طريقه الكونسل وعندي اكسس بعد كده هنعمله على الاخر الكلاس بعده بنتزيله عنوية من الراجل ده وانا هنخش عليها عن بعض. يبقى عندي اكسس عن بعض اللي هو عن طريق حاجة اسمات او الاسي سايتش. فانا عايز اكون فيجر الوزر اكسس عن طريقه الكونسل وبردو عن طريق الريموت اكسس. الاثنين دول هيبقى لهم باسورد. والمفروض طبعا ان الباسورد دي لها شروط ان ايه باسورد تكون ايه معقدة وكبيرة وهي فيها كيبورد يعني حروف كنتل وصمول وارقام. طبعا باسورد معقدة عشان ما تبقاش سهل ان هي تخمنها. وكمان المفروض ده ما هنعمل اثنين باسورد باسورد مخصوصة للقصف وهي ما فيه باسورد تانية لليه للدخول عن بعض. يعني فهمين دي مش زاي دي. تبقى دي مش زاي. فايزا هلا هتشوف از ازاي اعبد هزا الكلام. هنفتدي من الخطوة اللي فاتت. يعني انا بعد ما عملت الاسم سويتش. بقى اسمه اس ده بي واحد. وانا بازلت في موت. تمام? يعني مش لازم عشان برضو الناس انا هم تطلع ده. مش لازم بعد ما خلص ده اهم جاي طالع برا. تمام? فكين اطلع برا زي اند او او افزت او كتروزت. وبعدهم جاي راجع تاني. محدش على كده. تمام? كامري متاعك عالي جديد. فانا بعد ما خلصت التاسك دي. هخش على ايه التاسك التانية. وهنك اكتب الكوماند بهزا الشكل. لين كون زيرو. ايه الكلام الغريب ده اول. لين يعني ايه? خط. تمام? الفكرة كلها اسسك و اعتلك اوكي. انت هتخش على جهاز بتاعتي. انا هسمي ايه طريقة للدخول بخط. هسميها بيه? بخط. فايزا عندي خط للدخول. اوكي? اسمه كون? كون اختصار لكون. كون اختصار لكونسر. بس? كون اختصار لكونسر. يبقى خط الكونسر. زيرو هما راقب فتحة الكونسر. قولي يعني ايه راقب فتحة الكونسر. هل ممكن? يبقى فيه اكتر فتحة الكونسر. هشوفنا السويتش ببارة فتحة. صح? عقب. فتحة كونسر. موحلة. وانت مش محتاج لو فكر فيه ايه. يعني محتاج فتحة الكونسر? سعر? ملهابش. بس فيه بعض الاجهزة الكونسر الكبيرة شوية تحسسكم. اللي هو مش الكونسر اللي انا ساكتوا ببارة فتحة الكونسر. انت لأ فيه جهاز بيبقى حاجة زي كده بس. او اطول مني كبان. تمام? ده جهاز واحد. اوكي? فبعض الاجهزة الكبيرة ايهو دي بقى فيها اكتر من فتحة الكونسر. فلما يكون فيها اكتر من فتحة الكونسر. ممكن تسمي اول واحدة او تديها رقم سر. والتانية تبقى مثلا رقم واحد. فهمين? دي معنى ان هو فيه رقم هنا. وتعاون من الوقت على هذا النوضوع. نوضوع ايه? السفر. انا بدينا عدن اي حاجة في الدنيا في عالم الاي تي بنبدأ بسفر. انت بتعاون في الحالة اي بنبدأ بواحد تمام? اتنين بتعدي فلوس واحد اتنين بتعدي تفاح وهكذا ايه. سعر? وده الطبيعي لا. احنا عدنا دايما العدر يكتلي بيه? بسفر. خط رقم سفر. انترفيس هي ما فيه س اه? مش تابتش ايه? فيه? ما عديش لو ما عديش بسفر اللي احسن. لا مش بمزاجر. انا اقولك. يعني لو اي حاجة فيها عد هي قول دي فيها سفر. انا قلت سبت السفر يبقى انت سبت اقول حاجة. او حصل الحاجة انت بلعدها ايه? مش هي مفجرة. فلو قلتها. يعني هينا مفيش اصل بسفر. يعني اي رقم تاني حيرفض. انا معنش الفتحة واحدة. لو هي الفتحة واحدة اتجبتلي برقم. الرقم ده حكام? سفر. انا اخد الرقم. ممكن شفاته يع هزة? هم. مش مش مفجرة? هم? خبت? انا بقى. كل حواية زي حاجة بتقول اللي عملك سيرفر فيه وفيه كان هو بيمرقم كل كونسل. يعني ده كونسل زيرو كهزة. فانا بقى نديه بس مش فقط. حتى في البورت برضي. كين زيرو ولا فيه وان? حسن. الراوزرات فيها بتبدي ترقيب بتاعها من سفر السوشات فيه ترقيب بتاعها من واحد. في الترقيب بتاعها ناس بوله قصة شوية هنتكلم على الترقيب جانب. اشتركونس هو ايه كونسل. ايه كونسل. شوية ايه ده في في.. في اللي يوزر موت? لأ انا كده انا ما كوفجر حاجة في اليوزر موت. ده سانع ما كونسل لازمة كونسل. اي نبيج اي عمليقين لازمة في الموت دا ا BIce alc اقلبا كتبت لائك كونسل زيرو دا او ا ممكن تكتب لائك كونسل با عفكرة. ما فيش مشكلة حايف polite كونسل او كون. راسها. ما فيش مشاكل. بهذا الشكل. هل ده الخبت الوحيد لك لأ بيer خط تاني بتاع الريموت اكسس. مش احنا قلنا فيه اتنين سكة. فده خط الكونسول وده خط ريموت اكسس. فبمعنى ايه? ان هيصحب دلوقتي حاجة غريبة. لما تدوس اختل. تلاقي حصل حاجة زي كتب. بقى فيه مكتوب ايه زي ما انشافين? كونفيج شارطة لاين ببقى قوسين. مش كانت كونفيج بس. لما تبقى كونفيج بس زي هنا او هنا او هنا او هنا ده معنا حركت في ال اللي هو المود الكبير بتاع بره. اسمه لانه اي حاجة بتكتبها فيه بتأثر في الجهاز ككل. مش تحطة معنا في الجهاز. وطبعا اعرف مثال ايه? هو ده. انا ما تكتبت لها عامل ايه? غير ايه? اسم الجهاز كله. انا غيرت اسم فتحة مسلا في الجهاز او رقب فتحة انا غيرت اسم الجهاز كله. لكن دلوقتي انا عايز اخش على المود ده وانتوا فيها مداخل ايه اصلا. عشان اعمل حاجة اسمها سيكيور. يعني انا هعمل ايه? باسورد. ازا هكتب هنا باسورد الباسورد مني هتب التبع عني خط الكونز هلو بس. فاهمين ايه? مش احنا هولنا لسه يلكم انه اذا فيه خطين صح? الخط اللي هو مفوت عاملو باسورد والخط التانية مفوت عاملو ايه? باسورد تانية خالص. صح? فاهمة. لما تخش بحاجة زي كده اتدوس انتر كده انت بنفستش ايه حاجة خلوها ايه. اول ما انا دوست انتر كده الاعمر ده مش بينافس حاجة امال بيعمل ايه? بيدخلك على صوت كونفجريشن مود تاني. انت كده دخلت على الخط اللي هو صاحبه ايه بتاع الكونزول. اللي هتاخده دلوقتي هو ايه? الاوامل بقى اللي هي بتعمل ايه الكونفجريشن متاعي. لكن مجرد ده كده ده مجرد طريقة ما كتخش بيها على جود تاني انه هو بتاع الناين ده بالتحديد. ها? واضحة? طيب لكم هايه بتاتيهاي. حيبسها ليجده. باسورد. ويندخل باسورد? كان عايدة في مسافة. ويندخل هناك الى باسورد اللي انت ايه. عايزة ده حققه لك اللي انت عايزه. دي هتبقى الباسورد بتاع تخط لايه? الكاسور. هتبقى الباسورد بتاع تخط لأيه الكاسورد. لو هتتعلم في الباسورد. ليه شروط. اوكي? ما بقى ما ايه? الطبيعة ايه? بتاع سيسكو لو انت هتساويبها كده ما مش هعيبها منك يعني. تمام? قدام شوية في الحقيقة في شرطة الحدوشة. لكي انا جابت سبت وفاجأت لكم فيه كلام في السيكيرتي. انا بقى جيله وغاية في الاخر. خلص بي شرطة في الاخر كله س بس كده. ففي شرطة الحداشر هتديك بحاجة انك تتخلي اليوزر او الداخل تقبله ان الطاصل دي بقى ليها حجب ماني امام ده بنفسورد. بس كده لو كتابت طاصل لكس دوسط انتر هكبها. تمام? ما فيش حاجة حاليا دلوقتي انا هو في حاجة اسمعها ماني اي باصورد هنتي امام. ما فيش مشكلة. نافيش حروف كابنتل وسمول كتابتها سمول كتابت واحدين تلاتة امام خمسة حاين بالكال ده. ما فيش اي مشاكل عنده بالنسبة لكظر. تمام؟ اقول كل حاجة ربطه عشان تبقى فهم هل اللي انا هكتبه هنا دلوقتي التاسكي زيت فضل دا مش قصدي انا بقولك مفيش شرط انا بحيحس بكل حاجة بس يقولك مفيش شرط يعني هو بيسقني هو فيش شرط مينيوم يعني لازم ادخل هنا مثلا خمس حروف او تمانية لما جيتوا تأخيلوا الباصل لديك كاتس مش عامل عليك شروط هو دا راصل فانا هنا مفيش شروط لكن طبعا هيشوف لو كابتل او اسمول دي من كابة الرسمول وارقاب ورموز والسبيس كمان دي بعض النقطة مش مقولة في علاقة كتيرة ان الباصلول دا ممكن بفيها سبيس في النص مساء فاذا زي ما قلت لو عملت الباصلول دا وكتبتها هنا انتم كده بهذا الشكل ايه لا يحصل هتتنفذ لحظيا دلوقتي صح؟ هتتنفذ لحظيا يبقى الخط الكونسول دلوقتي دي بقت ليه؟ فالالباصلول اللي بتاعته صح؟ دي بقت الباصلول بتاعته تعالك جاملة ممكن طبعا لاحظ انه عمل ايه؟ من البارة اللي فاتت انه انا كنت واحد هنا عن الكونفرمود داوت هنا كده ايش بارة لما عملت وكنت واحد هنا في البرميليج مود لان بالوقتي ان هو وقت مطلعني بارة ازاي عرفتكم مطلعني بارة دي رسالة دي ايه switch com zero is now available press return to get started اوه في المرضى كنتا مش عليه وسيلة هاي دي ايه اللي حصل اللي حصل ايه اللي حصل حضرتك سبتو بقى لك وقت هنا وبالتاني بعد الوقت داوت فهو وقت وعيا بعد عشر داية مصدق في الحياة بعد عشر داية بيطلعك برا بيطلعك برا تم بيعيطلع الرسالة بهذا الشحر طبعا ايه؟ نافيش ايه العلمة بكتول كمانس كده اللي تعليمناهم هقول له هنا وبعدين هقول له بص الاختصار كتب ايه؟ وهو هيفحل الواحدة ان انا قصدي بعدين هنكتب اول كماند خمان وهو كان ايه الشروط على فكرة بتاعت ايه الشروط اللي هو بيباله هنا فيه اه ممكن تبتلي بحرف اه لازم تبتلي بحرف وتكتب ارقام لكن مفيش ربوس كتيرة معقولة يعني مثلا ما ينفعش اكتب كنا مثلا مسافة مسافة واحد شفت عامل ايه؟ امر لأ؟ هلغير اسمه ولا ايه حاجة؟ لا مسافة مسافة واحد شاولك على حرف وقالك فيه مشكلة في حتة دي؟ ليه؟ يعني هو بيقول لك انه لازم تبقى كلمة واحدة مش هيسمها ايه؟ ده معناه ان هو ما ينفعش يعني بقدر الازعه لطفو بعض فاكريني اما برجع لسفن الفوق ممكن الازعه لطفو بعض كده اوكي؟ حيبقى لهم؟ اه حيبقى لهم بس طبعا لو عايز تحط لبينهم مسافة او حاجة مفيش مسافة مسافة تحط ايه؟ الشرطة او ينفع تحط الـ اوكي؟ بحط دي ندريه على الشاشة مش شاتم اهلا احفظ احبا؟ اوكي؟ طبعا انا مش عاليتني الاسم ده او بحبيت اعايزة عليها او بس انا نسميه زي ما احنا نسميناه اس W واحد ببعلا ايه؟ انا مش محتاج عمسح الاسم القديم اول ما تكتب عمر حوصت ايه؟ القديم ويحط الاسم ايه؟ الجديد والا؟ طعن بما عملت كدس الاوص ناين تعال بقى 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 بتاني كنكتبتوا لائم موقع زي ما انا قلتلكو ندخل على الـ ويسف конф ويستدي كده بقى بقى ايه؟ الأمر المتاعي لها حقيقة هاي الالبقى مش عمر ذي قولنا هكتب كلمة ويمكن ومعدين هنخلي مسلا الحاجة مسيتة اللي هي ايه؟ واندو سدر. فيما شاكي كده? طبعا. ازاي اكوفيرم او افيريفاي ان ده شغل? بمعنى ايه حاجة اساسية لازم بتتعود عليها من الوازر. ومن تاني عمر خنائي. الكنوطه لك من اول عمر كمان. ان لازم لما شوف حاجة بتعملتها حضرتك في السويتش او في الروتر بتأسسكم حاجة في الاس. انك تتأكد بحاجة اسمها افيريفاي. اتأكد ان الحاجة ديها تحصل. فهي الطرور المختلفة كل حاجة يبقى لها اكتر من طريقة اللي تتأكد بها على فكرة ان الحاجة دي حصل. فانا مثلا لما كتبت العمر الاولية دي ده وات حسن ازاي اتأكدت ان هو اتبقى في السويتش. انو ظهر لي بعض. مش محتاجة. صح? بقى بقى اسمه كده. لكن لما كتبت هنا تاسورد سيسكو تحت الخط كونسول زيرو. فاني بقى لك تحت الخط ايه كونسول زيرو تحت تاسورد سيسكو. اعرف منين ان ايه شهادونا. فيه طريقتين. كمان? اول طريقة وهي بطريقة الاسعة ممكن تيجي في البابك. انا انا اعمل ايه? اخرج. اه. اه? قافل خالصة. قافل وعدين ايه? ابدح من اول ودي. باشوف حياتهم من ايه بقى اصور ده ده. تمام? فاخرج ازاي? لا فاكرين? في كزا طريقتين انا اخرج. بس انا حاولي في الطريقة ايه اطول طريقة. بحاجة اجزت هنا. تلاحظ اللي هيحصل. اجزت انا كنت في تلعي. لما نساتر. طلعك تلعت برة. نطة واحدة. وبعدين لو كنتبت اجزت تاني. هتطل اعطلعك كمان تمام. تمام? بيطلع لك مثلا لم ارد براء كاتب Kafir или قولت 1900 خلاص من تخلاص. تمام? وانا كده في. بس يعني انا انا عايز اقف رحيك لأول مرة فاصلت. كمان وده يمصرك لأول مرة. ايه defensive. ايه اول مرة. الهو مهولة وهو. او 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 interesting to get started.ering times capital comment. دي معنى كده لانت. مخلطت ش singing to get started. المفروض ده دلوقتي لما دوس انتر مفروض لما تدوس انتر يرفع مده كيه? دوس انتر دخل دخل ازاي? انا باسم اعمل انا كده لعشان تفهم الفكرة دي ايه تحاول ايه تسببتها في المانا كمان ايه الفكرة? الكماند بتاع باسورد ما بيشتغلش الواحد فكر فيه كده ده هو معي حاجة زي ايه اخون تاو المتصف معي اخو ايه اخو لا مش معي انت عاولين انت عاولين متصف ان فيه قمر تاني هنا لازم اكتبه والقمر ده لو ما كتبتوش زي ما حاصلوا اطبعتوا الباباك الاول قبل ما اكتب القمر ده مش عاول مهمة باسورد ولا كانت حطيت باسورد ولا فيها ايه حاجة بتحسن. القمر سعر الدين ده كلمة ايه لوجين كلمة لوجين معناها ايه الامر ده معناها بيقوله اطلب باسورد انا عارف ان ده مش معناها بالعربي يعني كلمة لوجين معناها دخول انت بتعملها كل يوم لابتخش على الفيسبوك بيقوله لوجين سعر؟ لكن هنا معناها بالنسبة لنا احنا ده امر معناها بيقوله اطلب باسورد طيب فكر فيها كده لما كتابت الباسورد لوحدها قدامكم فعليا بحصل مفيش حاجة حصلت ودخالي عادي جدا عشان الامر ده انا ما كتبتوش ونسيت اكتبه اللي هو الوغين اللي هو بيقوله اطلب باسورد اللي يقوله دخل الباسورد ده هيكاز لكن ده بيقوله اطلب باسورد طب فهمين كده اللي بعد ايه لو كده تلقى لاب ايه لو عملت العكس لو كده تلقى لاب ايه لو واحده لوجين بردو مش فش عرب بردو مش عارف بيش حاجة تحصل انت بتقوله اطلب too ده معناها يمساوي اطلق باسورد بس فيل الباسورد نفيش لابا عامل ايه هوه ها ن deemed أعمال لك إيه? هيدخلك ماناس عادخلك هندخلك معينين الاثنين دول زي مولا ً؟ وت cookiesه جداً ببعض. الأثنين دول في علاقة كده ما بيننا الخلطين دول؟ الاثنين دول وهي ميداً نازم يبقوا واحد ثم الترتيب ما يفرقش معي الترتيب الامر الخالص في عالم سيزمون. تسعة وتسعين مية من الوقت ما يفرقش معي الترتيب الامر خالص في عالم سيزمون. مادلة ما يبقى فيه يعني الترتيب له اهمية وساعات اهمية. طب اذا واضح انا دلوقتي محتاج ان انا زود الامر دوت عشان خاطر التاسك بتاعتي اتحقق وفعلا نشوف الكلام دوت وهو بيحصل. تعال نجرب. طبعا انا رجعت برة خالص محتاج اكتب ايه هنا عند فكر ومكتب ايه الا? تمام? الاختصار كده. ومعنين مكتب ايه? ومعنين مكتب ايه? ومعنين مكتب ايه? ومعنين مكتب ايه? طيب انا سعب نفسي سويا دلوقتي. او انا عما اخش دلوقتي اه هخش كده على لايب. تمام? ومعنين زيرو. انتر. هل اكتب تاني امي بصوت? لا. ليه? انت مش محتاج تعيد الكلسة كلها من الارو بديد. لما كتبتو قبل جينة دلوقتي سالة ايه الروحين? لازم انت مفاكر كويس جدا. لان لو فيه سالة ايرو حصلت زي ما عملنا لو ما عملنا هستر ايه? معنى ان هو رفض. معنى ان الامر ده ما تنفسش. لكن في الحقيقة لما يسكت ده كويس. لما يطلق لكش ايه سالة ده معنى ان هو قبل الامر. فالامر موجود ومتخزن عنده في الماموري بتاع السويتش في الحقيقة. الامر اللي هو ايه? يقول له ما يكون فصل الموجود اسمع اساسكم. بس فاضل النقطة التابعة. الراجل الاخول اللي يقولنا عليه اللي هو بقى اطلب ايه? انت. اذا كل الان انا محتاجة اعملو هنا ان اقول له لوجين ودوس انتر. بس كده. البراني اخرج اصرع شوية. اصرع ايز ايه عشان انا هنا. تمام? وبعدين بقى هنا ما ينفعش انت عرفينها. ايه لا ينفعش انت عرفينها? لازم استخدم Exact. ايه. اوكي? ما ينفعش انت فقط فى Configuration. بنتبعش انت بتبعش هدف فى Configuration. انا مش استعداد exit تقدر ساهمها طائحات. اه مستعدين. ياسخون انت دلوقتي هيطلميني باصل ما لان؟ لان اكون لسه اخرك عكا عنيقب. لابن استضع ل الباصل تمام? استضع لعك مساء. بتقول ايه? رعايز اتأكل حضرة التكنيب. ويقول لك بنخلي ايه باصل. لو دخلت اي باسورد لهات ودوس بانتر دولة ندخلي باسورد ندخلي باسورد تلت برات ويقفل عليها شوفت وقت العيب معناها؟ طلع عليك رسلتها بس ليس هم مشكلة دوس اتر وتاني متنظم انت بدخلوا ايه؟ طول ما انت مش هتدخل باسورد صح مش هتدخل طلعت لما دخلوا باسورد صح طيب المفروض ان انا بكتب الباسورد طمام؟ وبعدين بكتب كلمة باسورد باسورد نفس النار طب وبعدين هنا بتكتب الباسورد نفسها لك تحيصه طبعا وبعد ما بندوس انتر بكتب له طبعا بالترسيب كلمة باسورد فاتر الكوارس اللي هو دا احيان فاتر انا فيه كوارس بتخليك تركع تاني لكاتل الكونسورد في يوم من الايام بعيد خالص كده من ديوت سري او فور مش متذكر هناخد حاجة اسمها باسورد يعني ايه الخطوات اللي تعملها لو حضرتك نسيت الباسورد والخطوات اللي تختلف السويتش على الرادر بس دي احن الكوارس اللي بتشوفها تدار هلا؟ دلوقتي هناخدرل من ترشكل زيادة انا اساسكو اوكي؟ طيب بريس النار بيت ستارتل بيولي داخل الباسورد هناخدل الباسورد ليا اساسكو ندوس انتر ابلهاب ودخل دخل فيه في اليوزر انا فعلا هو دا اللي كنت عايز اقبانه انه هو ييه اليوزر ليه اساسكو؟ حد ممكن يجيسه ألف المانهو؟ اختارت انها هنطبق موضوع السيكوريتي بهذا الشكل انهم مؤمرين واحد باسورد وواحد تاني يقول لطلب الباسورد عشان زي ما حد فكر ان شاء الله في المستعمل خلال الموديول دا بس مش في الشرطة دا اتقب في الشرطة هنعلي درجة السيكوريتي شوية هنعليها ازاي؟ انه يخليه يطلب يوزر نام و باسورد مش باسورد بس مش دي درجة عالة او لا؟ همين الفكرة؟ الباسورد معناه ان فيها باسورد واحدة للناس قلها لكن يوزر نام و باسورد معناه ان احنا لو اربعتاشرة اترتاشرة عاديد عديد من الوقت كل واحد فيكم عيدالو ايه؟ يوزر نام و باسورد مختلفين يبقى درجة اعلى بسيكوريتي ولا لا؟ درجة عالة فعشان كده فيه عمر داوت انه ساعات هقول له اطلب باسورد قديك خده فيه عمر داين هتخدف المستعمل بيقول اطلب ايه؟ يوزر نام و باسورد بس نعمل القصة؟ فعشان كده سيسكو باسمها لخطو داين عشان حسب انت عايز اني درجة دي اول درجة و دي اقل درجة و دي برجة عشان تبقى هيارف؟ مش هو دا يا جماعة اللي بتعبيرو في الحال عمليا؟ يعني هو انت شغال في المكان لوح تشتغال في المكان هو هتخشه على السويتش او الراوتر وتأمينه من الطريقة دي اوكي؟ دي اضعف الايمان يعني زي ما هلقوا دي اقل حاجة ممكنة عشان خطوص دي اقل درجة من ايه من السيكوريتي فدي مش او يعني مش حاجة خاصة من ايه بالحياة العمليا؟ طيب ايه درجة ادواتك؟ ومتلازم تعرفها دي حاجة من ايه الاساسيات اللي لازم تعرفها وبعدها هيديك الدرجة الاعلى احنا هناخد دي ايه؟ الدرجة الاعلى دي ايه من باسورد ولو درست ان شاء الله سيكوريتي بعد كده ولا حاجة وقريت فيه مش لازم تدرسه ومش لازم تدرسه بداية الاعلى بتاعته هتلاقي الدرجة الاعلى بقى ايه اعلى حتى من يوزن ريموت باسور خمال؟ طيب حاليا انا كده حاجة من ايبو عشان اخش على عندي ونكامل لقيت التاسك ستاعة الكونفاجراتي ايه هنا عندنا لسه في خمس ست عيات سيكوريتي بعدها الخطوة دي كده خلص ست اوكي الخطوة رقم ثلاثة انا محتاج ل المرة دي نفس الخطوة بس الريموت ايه اكسس تماما؟ الريموت اكسس ايه ما قولنا اللي هو انتنا نخش عن بعد عن طريق حاجة اسمها تيرليت او اللي هي الاساساج العيه الاوبشنز اكتر من كده يعني انا بقولكم التانت والاساساج لكن فيه اوبشنز تانية غير التانت والاساساج ايه دول الانتنا المشهورين واللي علينا في الاول لما انا اخش دلوقتي لما قولنا هلا بتأمين انتنا نخل بتاع اليوزر قولنا اسمه الكونسول وقالنا مش نازل فتح اسمها الكونسول لكن دلوقتي بقى بالنسبة دي هخش اقول له يعني لما هخش اكتب هنا دلوقتي ادي الكونفجريشن موت تمام؟ اس دابيو واحد كونفج شرطة اوكي نعم الشرطة انا افتحي الملاهلة وانا هكتب الموت دوت وهتكتب ام ايه اكزت عشان يطلعك الخط والبرة عشان تبتدي بس ايه على نضفة فانا اترجعت الكونفجريشن وحكت التاني الخط ايه بتاعي بقص بقى حكت ايه؟ هقول له لين VTY 0 15 الكلام غريب ده اولا هنا انا عايز اعمل الريموت اكسس ده هو الدخول عن باط فلان الدخول عن باط ده اولا لازم نديله اسم زيه وزيه سيسكو كانت ممكن تساميه ريموت اكسس ريموت بس تسميه اي حاجة مايفاعش تساميه تلت واسساتش هزا مونا مش همه دول طريقتين الوحديك يعني دول عشرة ايه بس في حاجة تانية لكن لو ما اختاروش سامودي الكلمة الغريبة التلت حروف المقرابل VTY اختصار ايه مايهمنيش مش عايز عارف اختصار التعامل ماكين اختصارات اللي هي ملهاش رازمة بالنسبة لنا بس معل ايه دوت يعني ايه الكلام دوت معلات دخول عفوا يعني VTY معلها ايه بتساوي ايه بالنسبة لنا دي الفكرة طب ايزا الخط VTY دوس انتر وعمل له باسود لا تلاقي حاجة غريبة الخط VTY زيرو ماشي زي كونسول مش كونسول برضو كان هنا ايه زيرو خانينا برضو اعلى حشان تفكرش ردي اول حاجة زيرو وتلاقي مسافة وبعدها كام 15 ايه دوت قال لك اه حضرتك لما بتكتل الامرة هنا بايزا الشكل انت بتقولوا configure الخط VTY رقب zero و12345678 الغايت خمستاشر من 0 ل 15 معناها ايه معناها ان بيكي سويتش في 16 خط للدخول عفاط سويتش باي ديفووت في من 0 حتى بشون هنا مو destinations هنا في 16 هلا دوت 16 فتحة بسرق لا انا كنت بس يجلوه في سويتش وقت كان في كلمتها ماشر ماشر لا خمسين ماشر 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 الراقم ده لان مش دعوا بعدد الفاتحات يا جماعة الراقم ده لان دعوا بعدد اليوزرز تمام دخوله عن بعض هو ان فيه ناس هتخش عن بعض وتتحكم في السويتش فلما تلاقي كده معناها ايه؟ معناها ان فيه 16 بريادة انقداروا يخشوا ويتحكموا في السويتش ده عن بعض في نفس الوقت موطركم كده اما انا فاتي انا نتحكموا عن بعض مش حتى واحد بس ممكن اكتر من واحد يخشوا ويتحكموا عن بعض في نفس الجاز حتى حتى اهل المركب اللي اهل هيسين انتغت صحة انا كده؟ تمام؟ فهذا هو وصلنا لهم من زيرو حتى 15 يعني فيه 16 واحد يعني احنا تكفينا كده تمام؟ انتو دقس اثنين اهلو يعني انتو 12-13 انا معاكم يبقى احنا 13 واحد يبقى احنا كلنا نقدر نخش نتحكم في نفس السويتش في نفس الوقت عن بعض كل واحد ملابتو بتاعه ومجزبه مجددا بتاعه لازم اوكي؟ طيب اولا ليه؟ السؤال يبقى ايه ده ايه؟ اللي انت بتقول ليه 16 بنيانة اللي غالي يخشوا الوقت على نفس السويتش غالبا مش هاسم يعني غالبا انت مش محتاجة ان ما فيه 16 واحد ولا اي حاجة زي كده يخشوا في نفس الوقت ما ليه سيسكو حطى الرقم ده اولا اللي ممكن يزيد الرقم ده ممكن يزيد يعني هو بايد فولت 16 انا ممكن ازوده 20 30 زي ما لا عايز تعملين الفكرة؟ طيب يبقى انا ممكن ازوده هو اصلا وستاشر ليه سيسكو عاملان كده بهذا الشيء عشان الخاطر انت ممكن فعلا يكون فيه عندك اكتر من شخص مسؤول عن جزء معين كل واحد منهم مسؤول عن جزء معين في السويتش فكر فيه السويتش انا كنا مسكين وكان كان طبعا انا ممكن انا وزع طبعا انا ممكن فعل حلول مثلا كل يتمن فتحات مسؤولية شخص في الـ IT عادي يبقى كده عايز كان شخص 6 اشخاص دي فكرة طبعا اللي خليك تعمل حاجة زي كده ممكن مفيش سبب ضدقي يا اوي فاذا عشان كده سيسكو عامل حاجة زي كده مش بس كده ممكن طبعا ان كل واحد بيبقى مسؤول عامل مواهد فتحات وفيه حاجات تاجة احنا اسألنا نقف سويتش يعني هو سويتش بتاعي احنا اكتشفنا ان هو مشترك بيوصل اجهزة ببعض صح? بس يسا منعافش مشتغل ازاي خلالك يعني احنا خالص منعافش يسا مشتغل ازاي وفيه كهرباء زي انا بتمشي بسرك الحاس بس لكن كي منفهمش التفصيل فلما تارفهم التفصيل اتكشف في حاجات كده جوه السويتش يعني غير موضوع الفتحات دوت يعني ازاي السويتش نفسه جوه مشتغلته شخص يمسكوا اجزاء مختلفة وبالتالي اقدر يخشوا كلهم في نفس الوقت ده مش مطقة اهو في السويتش الالبعة عشرين فتحة او تمانية عوية ستحة لانك لما تعرف ان سيسكو عداء سوتشاب بتعدي لالف فتحة اوكي؟ يعني هيا السويتش واحد فيه اكتر من الف فتحة فساعتها اكيد السويتش ده مش هديره شخص واحد انت هم بتحلم تمام؟ لان فاكيد السويتش الف فتحة او اكتر هيديره ايه شخص واحد اكيد هيبقى فيه اكتر من شخص ايه بيديره هزا السويتش ماشي؟ فهو نفس الكلام موجود لهزا الشكل يعني سيسكو بتحاول توحد الموضوع اعطة شهد سويتش صغير التمان فتحات فانت هو جهاز واحد واحد بس لا يخش عليه بس بيه واحد تاني شهده ماني سويتش الف فتحة اعلمين الخاصة؟ فهو نفسه واحد على دوت او على دوت اعطة مش محتاج ال 16 خلاص فش مش كده او باباوية انت الخطوط عندي ايه موجودة مش معنى انها مش محتاجهم من او ايه بحاجة جاية بزيادة معك خلاص الى اذا يقولون انها دوت 16 خط للدخول دي خطوط تخيلية مش بنتكلم عليها فتحات ولا اي حاجة معنى ان 16 بريئاتة بيقدر يخشوا يتحكموا في هزا التفاصل الميزة بعد ان افهمتوا بعدها بتساوي ريموت اكسس نزيروا حتى 15 بعدها ان في 16 خطة بتسافل وغاية 15 وانا اذا هعملوهم كلهم مرة واحدة ان الاوامر غيرين نفس the two commands دول هايتكتبوا هما هما هنا اوكي ريموت اكسس بالدخول عموت ده الادرس دي انت انت هنا عملت فهيناك الفاني دلوقتي خليناك اكتب كده sw1 dash line اوكي اكتب الكماني الاولاني حتى بس وهقولك الفاني حالا password اكتب هنا كده console pass هكتب هنا كده remote pass اوكي طبعا المكتبه دوت وقدامت كده يا باني هي المسل وقدامت هنا باني هي المسل ايه معنى يا باني انا بقى امن ايه هنا لو تاخد جاه بكابل console ودخل في switch و ودس انتر هيتطلب منه باسل مش ده اللي حصل قدامنا يدخل اني باسل دي ولا دي دي ده مش كامل ده واحد قاعد زي ما قلنا في امريكا ممكن ويدحكي في switch اللي معانا هنا ولا لا اعطى ايه حاجة اسمها ترلت او اس اس اتش لسه انا ادريسه في التفصيل لكن سواء كده او كده جاب software ودخل فيه عنوان switch انا بقى لك لسه معناش ال switch ده عنوان حتى الهان ما يعرفش بعد انا جاب السوفتوير ودخل فيه عنوان switch هيتطلعه الشاشة سهودة وقالت بيقوله ايه؟ بيقوله enter برضو يعني نفس الشاشة اللي تطلع على هنا مش هنا بقولك التاني اللي هو دخل من امريكا اول هيقوله ايه؟ و اول ما يدخل انتر هيقوله دخل password ساعية هيدخل اني password اللي يدخل عن بعد ال password لو انفرد فيه واحد تاني دخل في نفس الوقت ولا واحد تارت واحد رابا واحد خامس كلهم هيدخلوا نفس ال password خلي بالي يعني لما قطلوا هنا من سفر ال خمستاشر معناها ان الستاشر خط دول هيتطبع عليهم ايه؟ ال password تمام؟ واضح كده فهمها الان من ايه؟ لا خالص مش اي علاقة بالفوتار زي ما هلنا دي بلية جميل يعني فكر كده ال VTY ده بنيادة VTY من زيله ال خمستاشر يعني الستاشر بنيادة بيهوش عرض مراش علاقة خالص بالايه؟ البوتار يعني لو شاري سويتش بالسيسكو تمام فتحات وسويتش بالسيسكو الف فتحة فيه كام خط مبونيك بالستاشر خط اوكي؟ ده رموت بس ده هو ال address بتاع اللي احنا نخش ده دي ال password بقى اه انا بس عشان اريزهم بقى بس كده بنا password بجرد دي عشان ما يبقوش نفس ال password انا ممكن اخلي دي سيسكو زي ما عملتها هنا او اخلي دي برضو ايه؟ سيسكو انت نفس ال address بتاع ال switch خاص؟ لأ لسه ده مش اهدهد لل password بي بس ال password حتى اليه كده معا اتش اهد للخش لسه ما عملاش الحل الا السا ليش مواندس نفس ال Conferential انا بعمل هذه كلها أه يعني اه لا الـ Conferential دي كلها بتعملها هو انت داخل من ال password ملعاش علاقة هي Conferential خاصة لل password ايه او ايه او انا داخل من ال password ايه انت داخل مع password بي اعمل كده؟ اوكي؟ عشان انت داخل اول قره تعملها كده ايه بس الغيخ لما خلص لسه فيه مجموعة الخطوة انا اعملها الخطوة زي مولنا انا هدينه عنوان لغا اصلا ما دينه عنوان فيه حد يده اللي خوش عن برد فانا بس الوزل بقيداني هنا لكن لسه ما وصلتش للي ايه اللي انا عايزه طيب هنا هنكتب بعد الباسورد بتاعتي ما تنساش لازم نكتب ايه هي هي نفس الخطوة عشان خاطر غيرها الباسورد دي مش ايه مش حتى انتهى ماشي؟ تمام؟ يبا كده نفس التو كوماتس هما هما بيتكراره مرتين فدا يسعمل عليك شوية وانت بتكون فاجل او انت بتزاكر تبتكن الاولى انت عندنا هما هما نفس التو كوماتس بس بيكاتبوا تحت خطين مختلفين الخط الاوليه اللي هو user access اللي يخش عن تاريه console بتسميه خط line com zero او console zero الخط التاني اللي هو بتاع remote access او دخول عن ضواره بتسميه line vty zero cam 15 بس ال bty ما غيرتش ليه في المودي يعني بروز زي مثلا ال line لا لاي هو. config 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 share to line اول ما دوس تقيتها الغاية. اوكي؟ اه؟ تمام؟ 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 يعني هامل المسورد دي 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 باتي لكن مش هستخدمه يعني محدش اقدر استخدمها لضايت لابناخد قعد اخر خطو اخر حاجة نعملها في الشطر هتجرب سعيات الناصر دي يعني ان شاء الله مش هانا بتركب على مقابل كل هاجة لازم تجربها هانا ان شاء الله بدي دي دلوقتي ان ايه نجحت ولا لا؟ انا مش هارفة لان انا ما عنديش لسه عنوان ليه اخر خطو حاجة تمام؟ لعنى تاني زي ما تشعبين طلعني برا لازم ادوس انتر بص ربا بيطلع اجبار ايه اهمت دلوقتي ايه بيطلع اجبار ايه؟ اهمت دلوقتي ايه بيطلع اجبار ايه؟ كما كله بتقومين على الجهاز؟ بعد عشر دقائق يطلعك ليه؟ عشان انت وقبت احضرتك تعمل قهوة تمام؟ تجيب ازاز المايا ووتيبر ما حالش يجيوعد مكانك ويلاج هزي ملتوح، ما يطلعش فعشان كده بيسيبه عشر دقائق ويهي؟ ويفنه زي ما قولنا برا فات الشبع ايه؟ اللوك سكريم بتاع الموبايل ودي اعنى برا اتحكم فيها انا اخدها في الشابطة ده بس هنخدها في الشابطة ايه ده ان شاء الله تاك، هنكتب الباسورد اللي هنخدها بيسيسكو تاك تاك ومعدين ثم انا ده هفرش على لين لين زيرو مسافة خمس تلوشف ودوزات بتحاول باردو للساو متو تعقوب في الاشلاين وبيطلب من حضرتك هندخل باسورد اوكي، اغير بشوية خليها سيسكو مش انتبه مختلفة عن البتاك كان ايه كانت سيسكو بس بيطلب مختلفة شوية وبعدين هكتب ايه؟ والله يدفعش باتنينة كلها في ستحاصلو لك لا ينفع طيب طيب هتا الان اللي احنا عملناها للغاية دلوقتي من هيك اللي عملنا ايه؟ دينا الجهاز اسك عمدنا الدخول من الطريقتين الدخول اللي احنا تعلمناها اوه في طريقة تالتة؟ ما قلنا ما فيك؟ هي الكونسل والايه؟ والريموت اكس ما فيش حاجة تاني هلي بدونه فانا عمدت الدخول لو انت داخل مكان بكونسل؟ خلاص هيطول منك باسورد او داخل عمبوة بالتانت والاس اس اتش الحاجات الغريبة دي لسه وشفناش برضو هيطول منك ايه؟ باسورد فدول الخطول بتاعين هتقولي اتما كان في خط جيلة جيبنا سيرته في النص بسرعة اسمه الاكسو اوكسل والاكسولاري ده موجود فارماء وترفعاتها مش موجود في السوية فمش موجود وزي ما قلتلكم حتى لو هو موجود مش هادش بيستردبه خلاص لحاجة تنصول ايه؟ يعني عشين لليس هادا محمد كان بيوصل لخط تليفون ومش خط تليفون مفيش الكلام ده وقت الوط فمش مهم ان انت سمعت تمام؟ طيب كده امننا الدخول بتاعنا من الناحيطين الخطوة اللي باعلي كده ان انا اامن ايه ان انا اامن الدخول للبريفلج مود مش الدخول لجهاز نفسه منتا كده خلاص لخلق او معاك الباسور دي هتخش بالكونسول ومعاك الباسور التانية هتخش من ايه؟ من الوط فاضل بقى بعد ما تخش تمام؟ ويظهر لك المواشر الارتبور من الجميل ده بعد ان انت فيديو زمور هل انا عايزك تخش بعد كده مش قولنا ما لها بقى المدير الاتي في شركة وشغال معاية 2-3 تحتية ممكن اتديرو الباسور دي بتاعت الباسور دي و بتاعت الفيديوان بس ده دخلا فقط فيه لغاية دلوقتي عاليوزر هعمل بعد الوقتي باسورد تانية خامس يا جمال لقي انا ودي توصلني مين للبريفلج مود يعني وصلك للبريفلج مود اوكي؟ الخطوة رقم اربعة شغال معاية موقع 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 سيطر من أجناء سبب موحيد مرميك لن نفترض بجوية الموارجي الآن نجد المنزل من المنزل لنهج المنزل من المنزل من المشكلة يعني نعمل وانا في الگلوما الكونفكتش هكتب الكومتد مسافه باسورد مسافه واندخل ينا الان القمر ده بيعملي بيامد بيؤمن الانياس نتطلع التانيين نفوérique نخش تحت وبعد هنا بتأكد واللكن هنا هرهنا تحت الغطوط لانا تبكت لملكلمة الانينيبول زي ماكنا بتطعب الضبط ndساعة لما تيجي تخش شط انا نكتب enable ومدوس ايه الترى على طول عشان نخش للبريبلة دون. الوقات هكتب enable مسافة password معناها ايه من وجهة نظرش يسكن. ال password بتاعة enable هي الكلمة اللي انت هكتبها هيا. يعني بيقوله. لما ييجي حد يكتب عمر enable اطلب بينهم password دي. همين المعنى جهة من الار? فايزا ال password دي اللي بتاعة عمر ال enable اولا هشتلمها لما حد يكتب دي. وانا بقى ال password دي مفهول تكون super secure وحاجة بقى جاملة جدا. انا بقى الاختر بكتير من دول. خلي بقى او حد يسرق الباسورد دي منك او عرفها منك ايه مشكلة? ايش مشكلة? هيخش عجهاز. اقصى حاجة يدر شوفها انه هو هشوف بعض الحاجات المحدودة جدا. لكن لو حد وصل للباسورد دي. يقدر يا ملك ايه? يقدر ايه? يقدر ايه في جهاز. يقدر يمسح كل التعامل. الوبراتيك سيستم كله. الوبراتيك سيستم نفسه يقدر يمسحه. فيزا الدين خطر جدا جدا بالنسبة لنا الباسورد دي. لحد يقدر ايه يحصل عليه. ماذا? تعال انجربة? واضحة ولا ايه مشكلة? فاشلورد. خاطة. ولا فيها مود ولا لوجين ابسر بكتير. بص دلوقتي ولا هنا في الكونفجريشن داشل. انا مفقول ان انا اكتب ايه عشان اخر برة? شو ساي. اكتب ايه هنا? اكتب ايه ايه? بطلعني برة. وبعدين انا ادرا اكتب ايه باسورد واكتب الباسورد لان انا ايه? اختار. انا بس انا عايز اقوليك حاجة. مش ده اكتب اكتب. الله يعني ايه? انا ممكن ايه لك اكتب كده? Enable Password. تمام؟ وال Password بتاع سيدا انا عايزه. Class. وندوزه انا كيه. اتنفذنا اصلا. طالع لك سادة ايرو. طالع لكش سادة ايرو. تاني الراجل زكي. انا بينفعش تحت الخط. ما فيش قمر تحت الخط اسم Enable انا فكروه. هو دا في قمر اصلا كده خط. بس هو فهم ايه؟ لما جايش اعمل قمر. دور عنده فلسة الامر. اه قالي الامر دا مفهول بيك كتب فين؟ في الـ Global Configuration. فرح نفذه وطلعت فين؟ زي ما تشاهدين في الـ Global Configuration. اذا مش لازم اعمل الـ Exit الاول وبعدين انا نفذ الامر. دا الطبيعي اللي انا بعمل لك. يعني الطبيعي كان انا بناء بالـ Exit عشان ما اتلقبتش. وبعدين اكتب الامر اللي انا عايزه. لكن مش لازم. زي ما انتشفتو ابل ينفذ الامر بدون اي مشاكل. Enable Password وبعدين انا اخترت كلمة Class. ايه دي هتم ايه. الـ Password بتاعي. الحاجة اللي هتدائي اكل اتخليك دائمة تحاول تاع من العكس. بص كده لو رجعت تاني لطيله Line. تمام انا ارجع ليه. ممكن ارجع بالأسفل بسهولة. Line P2A 015 دخلت الناتابي. بقص انا نكتب Enable. ندوس تاني. فين؟ الحاجة بتاقصد؟ اكتب BL type وانا الهواء. طب بعد كده Password بسهولة. ليه؟ الهم هنا بيساعدك ازاي؟ بيدور على كل الاوامر اللي ينفع ان تكتب في المول ده. في الحل تديل ازاي؟ لأن الاوامر اللي انت كتب هنا غير اللي انت تكتب هنا. صح؟ فمش هيعرف يساعدك. عشان كده احنا بنفضل ان نعمل ايه؟ Exit. طريقة محتربة كده. بيطلع بره. الهواتب بتاعها لا. وهقول لو. لأ. بخلاص انا كده كويس. يبقى بياه يا لا. فحاك تبقى Enable. او اعايز عامل Password. اوكي مش هكذا معاك ان انا بدو اي مشاكل. طرق لين دعا انا بتاع بس بتاعة الـ بس انا بقول لنك ايه انتعال. Enable Password وو هكتبقى لإيه الـ الـ انا ابتبع ال اول مرة از. تبعي اول مرة. اللي هي لما يتبعف في الجليشن لاين diet رسالة ارو من الوسال Recordه طب ليه مذا talvez بعد ليه مفيد وصلي بهذا. joystick مش مكرر جيدا بالحال譬 ؛ كبه بمعنى اخر هنا السيكوريتي التعديل مختلف عن السيكوريتي التعديل السيكوريتي التعديل على كده في المستقبل هنعملها بيه؟ بيوسر نيم و باسلوب هاي مفيه option ايه تبا يوسر نيم و باسلوب دي غالبا لا دي حتى النازر بهاي الاسلوب بس اوكي؟ طيب تعال ان دربها ها بدا ايجز بتايه عشان نخرج اوكي؟ وبعد ايجز بتايه عشان نخرج برا خالص وراكز معش وندا سيرامتوا طلبة جوبتي الحاجة دي بانتي حاجة يعني متى اربع سئلة مهمونين في المتحام بتاع هنا متحانات سيسكو انا فيه اول المتحام بتخوشه اللي هو بتروح دي دفع فيه حاجة و ستين دولار دوا تمام؟ المتحانة اولاني دوا بيجي فيها سئلة عكرة بانتحانة بنقوله فبعد ايبدي الاسئلة اللي بتيه يجيك تلات اربع سئلة بيكلمه في الموضوع دا هو اللي هو الموضوع اللي هتدرك سوئنا دلوقتي طب عيسالك فيه؟ هجيب لك و فيه زي انا رحطه عصابورة دا اوكي؟ وقولك دلوقتي هنا اهو لما انت تدوس قدامك المؤشر دا هتكتب عني باسورد في دول هلا هتكتب كونسول باس ولا ريبوت باس ولا كتابك دي هنا تخليها كلاس زي ما انا كتاب بتاعك هتكتب عني واحدة من تراتة قدام المؤشر دا وقت هو لسه ايضا لو انت فاهم بالراحة كلا دا مش ابتحانة انا ما بتداردش مع معرفة اوكي انا اعملت ليه عشان اخش هنا دخلت تتكمل الكونسول ودوست انتر دي او الحاجة بتطلع لك بعد ما تدوس انتر اما انت داخل من اين؟ جايب لك فوق بتاعف انت داخل من اين؟ ان هو بيقول لي اهان ما دوس انتر تاني هتظهر لك بيبقى مكتوب ايه؟ كونسول زيرو سويتش واحد كونسول زيرو ودو انت دخل لي الفاسول دخل لي الفاسول يبقى لي الفاسول انت بتاعت الكونسول يبقى هي الفاسول طبعا احنا عمدنا هنا ايه؟ لاحظ لما بكتب الفاسول هل بتبذك هنا ادرا كتابة الفاسول لا؟ انتروا دي من اعرف برا وانه برا اكلمة مفيش حاجة فزن لانه مجوب ولا دوائر ولا اي حاجة عشان ما حبش يعرف ان انت بدخلت الفاسول تحت الكم حرف في اليوزة همقول دي يجي بردو سيسكو تسألك في المتحان نفس الكلام واناقول له هنا كده تمام؟ ده ابقوا الناس متلعب انت انا مفهول اكتب له هنا ايه بعدين اكتب مسلا كلمة باسورد تمام؟ وهذا نكتب الباسورد بتاعتي او اكتب ايه باسورد لا خالص العمر هو هو اللي هو حتى بنختصره بي ان بس اكريين اي ان بس ودوس انتر ده الجديد دلوقتي انك لما تكتب ايه باسورد تاني دلوقتي بقى في اتنين عائق في باسورد اساسية بقى عشان تخش المكان وفي باسورد تانية عشان معنا نتخش المكان في حتة مقفولة مهمة جدا top secret بالنسبة لها وهي ال privilege food عايز احميها فهنا باسورد التانية ديت اللي هي بعد مكتب او ايه هي اللي هتبقى ايه خلاص اللي احنا ايه عملتان مواضح كده تمام؟ مواضح دلوقتي يجري عملنا جوز كبير من الحتة بتاعتي اللي احنا بينا تكلم عليه هي ايه مشادي ايه حاجة مش مفهومة هتعمل الكلام دهات بنفسك طبعا تبقى ايه فهم طبعا هتلاقات جزء السيكوريتي دوت وجزء الاول اللي اقول لها جدناها بما فيه من الوصنين كمان جميل جدا من كل حاجة بس فيه نوع ده دلوقتي عايزين نتكلم فيه نقضي لها مقب السيكوريتي بس يازم نفهم حاجة تانية فيه السويتش الاول في الحياة بتلاقيين نفهم مكونات السويتش شوية مضوع يعني كل قمر انا كتابتو كده بالوقت مش قلتلك اول ما نست انتر بيتنفس اول ما نست انتر بيتنفس ولا لا ازاي ليه قالك عشان اي حاجة حضرتك بتكتبه هنا بتتحط او بتتنفس ليه لانها في الرام بتتحط فين في الرام لا فيه رام تكتشف هنا زي ما قلنا مكونات السويتش بتاعي ايه مكونات السويتش السويتش مكونات بوزر بورد بوزر بورد عاني جدا زي كمودة بتحطرتك فيه تاني بروسيسور بروسيسور بس مش زي بروسيسور بتحطرتك بمعنى مش انتل مش عارف مين لا لا خالص بروسيسور سبيشيال معمول بخصوص للسويتشات بتاعكمين جميل جدا محل طيب ما فيه مزر بورد فيه بروسيسور فيه تاني عندك في الكمبيوتر بعد مزر بورد وبروسيسور هاردسك في رام عندي برو حاجة زي كده عندي رام موجودة بورد زي الكمبيوتر بتحطرتك لكنه بتبقى شرقال بتبقى اي حاجة بتحميلها فيه فرقة نفس الكلام المسويتش هاردان لبا بيبقى شرقال تبقى كل حاجة شرقالة بتحميلها فيه فرقة عندي برضو حاجة زي الهاردسك ما هياش هاردسك شبه الهاردسك اوكي؟ اسبها الفلاش منسميها ايه؟ ودي شبه الهاردسك شبهها فيه هو ايه الفرق الهاردسك وبنباني غير المساحا اعرف ان ده اكبر مده تكتين غير موضوع المساح ايه الفرق يجب انت تخزين اه تخزين اه تخزين تخزين الي ايه الهرس كده تخزين الرام دي تخزين اه لا مش تخزين مقاطر مقاطر رام مقاطر او مقاطر في جهاز مفيش حاجة لو عنا كنت شراء كده وقعد عملت تكتب دوكيمنت في وورد كده والحاجة وخلصت 3-4 صفحات وكهره اعتقت مهام الكلام عاك تبقى تبقى عادي مش تابتو ايه لا يحصل الشغل بتاع حضرتك بس هم موجودين فيه في الرام وانت حضرتك باعملتش ايه سيف لما بتعمل سيف بيتخزين فيه الهاردسك نفس الفكرة انا عندي رام بس الرام دي في السويتش موقطة اي حاجة باعملها بتبقى موقطة فيه موجودة فيه لكن عندي مكان تاني باقدر اخزين فيه اسمه ايه الفلاش الفلاش ده زيه وزيه الهاردسك بالظبط في مكان تالت موجود كمان؟ حددرسك وفي مكان رابع موجود لسه باده ايه حددرسك اوكي؟ يعني هشوفنا كده ايه اللي هو الرام والحاجة الشبع الهاردس اسمها ايه؟ الفلاش واضح؟ طيب انا باقول ايه الكلام باقدره عشان تعرف ان كل اللي عمدناه دوت موجود فين حلام؟ في الرام موجود فين؟ في الرام الرام بتاعتي فيه السويتش بيه فيها ايه بالظبط لو فكعتني فيها كده هي زي المراطبع كده موجود فيه الهاردسك والسويتش اول ما بيشتغل كموتر بتاع حدود انتك اول ما بيشتغل ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه الخطوات اللي بيحصل؟ بيحمل بيحمل او الشاشة فيها حزن لو عندك رجال تتاعك و بعد ذلك بيحمل لو عندك ويندوز سيفن يبدأ ايه اظهر ايه؟ اللوغو بتاع ويندوز سيفن وياخد وقت كده يحمل ويندوز ايه نفسك الهيه يعني ايه بيحمل اللي انت قطعوها دي؟ مرايب ايه اللي بيحصل في الخطوات ايوه ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ اوه التفاصيل ايه؟ سألة كده مش عايزين اعلم اقلوها الوبريديك سيستم من حضرينك موجود فيه؟ في الهارد ديسك صح؟ يعني كموتر مطفي وانت جغلته في الوبريديك سيستم موجود ومتخزن في الهارد ديسك لو بيلابدأ وتلاقي الهيندوز بيحكمل كده وبياخد وقت شو بيحكمل ايه اللي بيحصل؟ بياخدوا من الهارد ديسك ويحطوا فين؟ في الريديك سيستم اذا اول حالة هتامنا الريديك سيستم بتاعديه في الحقيقة هتاخد جزء كبير منها هو الايو ايو اس تمام؟ هو ان دا كده واخد جزء كبير عادي من الريديك سيستم هيحمل فعلا اول دا سويتش المشتغل بيتحمل بالكامل من المكان اللي شبه الهارد اللي عندنا وبيتحط فين؟ في الريديك سيستم الحاجة التالية ما اللي عايزين نركز عليها دلوقتي هو ملف الملف دا في كل الهارد اللي احنا عاملنا ايو اذا فيه سيكشن كده مخصوص تبا احجزه في الريديك بيبقى في ملف اسمه بهذا الشرع اسمه رانينج رانينج كونفجريشن دا اسم اللي ايه الملف رانينج هنا مش جايه من الران اللي هو الجاني لا جايه من الران اللي هو التنفيذ تمام؟ بمعنى دي الكونفجريشن اللي بتنفذ الكونفجريشن اللي شغالة دلوقتي اللي شغالة فدي الكونفجريشن اللي شغالة اذا اللي بيحصل بقى عشان تفهم القصة خطرتك بيتكتب حاجة هنا هسترين مسافة مش عميه وتدوس انتر ايه اللي بيحصل؟ عامر دا بيتحط فين في الملف دا واي حاجة تحط في الملف دا بيحصل ايه؟ بتتنفذ لحظية لانها فين؟ في الريديك بتكتب عامر مش عارف باسورد ايه؟ انا عامر احنا حدناها مش كتير اي واحد منها بتدوس انتر بيتنفذ لحظية بيه لانه بيتحط فين؟ في الملف دا اللي هو اسمه ايه الملف دا موجود فين؟ في الريديك طيب كل دا عشان خاطر انا عايز اوريك الملف دا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ اوريك او فرجك على هذا الملف وعندنا امر اساسي هناخده الف مرة باسم في الملحك بيصيرها مختلفة كل مرة اللي هو بيوريك اي حاجة انت عايزها هو الامر نفسه سابت لكن بيوريك حاجات مختلفة كل حاجة عايز نشوفها في الامر نفسه السهلي جدا اسمه شو اسمه ايه؟ شو شفنا مرة فتلت بصورة عامة كالبناضي ما هتطبقت شو بتكتبه وبعدين تقوله وريني كزا تمام؟ شو وبعدين كزا حاجة السيئة ان العمر دا بتاع configuration هو شو دا هيغير حاجة configuration لا شو معناه ايه؟ وريني اعرض صح؟ انت كده غيرت حاجة كده دونه مش غيرت حاجة غيرت اسم الجهاز غيرت ال password خليتوا يوطلو ال password غيرت ال password خليتوا يوطلو ال password خليتوا يوطلو ال password بتاعت حاجة صح؟ مش بتغير كده في configuration بيبالو اعصر واضح ولا لكن شو معناه اعرض وريني اذا العمر شو عمره ما هيكتب في مين؟ في كل configuration مود دولة ما العمر شو هيكتب فيه؟ في ال privilege mode او في ال user mode تمام؟ في ال privilege mode او في ال user mode لان احنا قمنا فاكين من الاول ال user mode بيعمل ايه؟ بيشوف بس حاجات اولياني صح؟ فاذا لا قدر استخدم عمر شو في ال user mode او فيه؟ في ال privilege mode تعالى اجدرد كده لو دخلت كده في configuration phone الاولى اشناكتلك وجيت اكتب عمر الشو تمام؟ وعن علامة استفهام كده يقول لي ايه؟ ال عمر ده ماش مفهوم enter يقول لي ايه؟ برضو غلط فيه هلطة غلط مفيش حاجة اسمعه عمر الشو موجود هنا تقول لي ايه عمر الشو ده مهم يجيب ده في ال switch تما انت في المكان هو غلط لو خلقت بره رجعت ل privilege mode وكتبت هنا الشو وكتبت علامة استفهام كمام؟ الفضل اوكي؟ الهل بالفعل ان هو هتكتبتكتب حالك كتير جدا جدا بعد امري شوه مفيين انزال؟ كل دي حاجات اوكي؟ كل ده حاجات اوكي؟ كل ده بالترتيب ولسه كمام فيه تاني كمام؟ ممكن ندوس الهندف اكي ديو هالي نظر هباك صلف وصلف وكتنا من غاية تفهم بأيه او ايه تكامل الهدفات ايه العمر اللي هكتبه دلوقتي هكتبه ها او شو وبعد ايه رانيج اوكي وكان ما طويل اوه هكتب رانيجي بشان ما بتطعه فيه ايه الموضوع ده لان ما نسأل ايه لاشه اختصار مش محتاج تكتب ارخب فيه بالحق اوه هكامل لك اسم الملف الوحده تبع اسمه ايه بقى بالضبط رانيج شرطة كومفنج يعني لير اريشان اللي في الاخر دي من غير ال يو ار بشان اللي ايه لان رانيج شرطة كومفنج بس كده اسم اليه الملف اذا المفروض تتوقعونا بادوس امتر دلوقتي حيطلع لي ايه اللي احنا عملنا كله اللي احنا عملنا كله مش مفكر فيها انا بقول لهم ارعاني تقول لكم انا بشغل عمالها من الصفحة بتساعد مطدينة اصبوط ايه انا ما اقول شو ارعاني كومفنج هيطلع لي كل الاوامر اللي انا ايه مرحلتها اصبوط اعلا تشوف اولا انا بيحصل هده هدوسك اوكي طبعة شاشة كبيرة طويلة عرينة كده طبعا فيها كلام كتير في الحياة بعد الجامع البداية ايه الارة هو بيقول لك بيقول لك طالت نوعات كده بيقول لك انا بطلع هده كده بيجيبوه من الراف ناخد بيجيبوه بيجمعوه من الراف وبعدين يقول لك كارنت كونفجريشن كونفجريشن الحقيق الف مية خمسة وعشرين بايت ده بيتعلى لك ايه حجمها يعني الملف ده واخد من الراف قدين الف مية ولا حاجة طبعا نعجبش كيلو كيلو ايه الكلام للغريب ده انا ما عرفش ايه ده. ولا ايه ده. ولا ايه ده. ولا ايه ده. ايه الحاجات اللي غريبة دي. مش هنقول انا مانيكو في جيشها طبعا يا عمر اللي انا كتبتها. ولا ايه اول ارمع ستور اهو. ايه كلمة غريبة ده. فيش ايه حد خلص. يمكن سطر السيلس ولا سيلس. اه اه. احبه. انا لديت حاجة افهمها. ده العمر اللي انا كتبته. اللي هو هو ستنين مسافة اس دانيو ايه واحبه. صح? طيب. والايميل او امر التانية لغريبة ديه. اه. وحبول ده اكنا ما بنشغل السويش الاول مرة وهو طالع من كارتون اه. مش معنى ان هو مفوش configuration اه. اه. في فن. اه. في حاجة في الحياة ما قوله في اسمها ايه. default configuration. فيها يسمعها. default configuration. اللي هو طلع منه بالمصر. كمان? لا معنى. فايزا اللي اعرف الغريبة اللي هتشوفها ايه لا. اوكي? ومش كلها هتعرفها ولا هتشوفها دلوقتي خالص مع الله. مش همتعرف عليه ده في الاخر خالص ومك المنه يخلصوا فيه بعض الحقيقات ما تشوفها ايش. دي اسمها ايه. default configuration اللي مابودة على هزا. كمان? اللي انا عرف معه. ماشي لا. اذا انا كتبته فيها. طب وده. اه. كتبته. بسان. اجابه. password. اللي حط علامة التعجل دي. كل علامة التعجل دي امارة عن فواصل. بمعنى ايه دي زي انتر. في لما انا بعض ادوس انتر كثير كده. طبعا? فعلامة التعجل دي فواصل ما بين اماكن مختلفة. يعني هو لما فيه ايطر هو علامة التعجل بعضة كده يعني يقول لك اللي فيه تقول لنا معنا. مسلا. مسيكشن. يعني بتلاقي كزا علامة التعجل كده يبا بيفصلك ايه. انسيكشن تاني جايه. ببقى الطريقة ملاش ايه. ممكن ترسوه كل امارة بعد. يعني هو مش مهتم. لكن هو السلسكو ماي لفولتو انت حديدهم كده احفطر بس تفضل لك الامر عبارة مش هزيه. عارفت لو حطيت ربطلوم لسطة فوق بعد كده. هكشن لهم غابعه. اه انت لسه مش عفت تبايز بايه. لو لكن مبارا. حتة علامة التعجل دي بتفرق كده اوي ان انت تعرف تقرب على الامر كده بشكل مختلف. طيب تلاقي عمر تاني. اه خام نحن عاجة زي كده ما فيه. طبعا? اللي بعدي. اه ده مش عمر. فاكرين انت عندك انترفيس كتيرة في تسويتش. ما عملها المامر الفاتل. ده هنا بيقول لك يعني فيه انترفيس اسمها ورقامها زيرو سلاش واحد. ومفروض ان انت بتكونفجر الانترفيس دي مش هنعملها دلوقات خالص. بس فاكرين انا اقدر اكونفجر كل الانترفيس. فاكرين اما انا قد قلت مسلا تصور انت عندك خمس فتحات هيروحوا الكمبيوترات. وفيه خمس فتحات هيروحوا للتليفونات. هل دول هيبوا نفس الكونفجريشن بتاع الوحي. لو انا التليفونات دي الجسة تانية خالص بوضوع كبير. فهيمانون مختلفة. لبقى انا هخش على الانترفيس ديات عشان نعمل الكونفجر. مثلا دلوقتي حالياه ما فيش اي قد. لان الاحز مكتوب تحتيها ايه. ولا حاجة. انا بالتعجب. طبعا? بعدها انترفيس ايه? فالسي سالين تيرو سلاش دو. لتاني واحدة. في مورة. لو دوسل سبيس هتلاقي نزالك تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية نسعة عشر وداشة 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 و اربعة وعشرين. موفوض اسويش لا في كم؟ أربعة وعشرين. موفوض اللي تعمل عليه. موفوض اللي تعمل عليه آآ موفوض دياه دو ما ده ما عادهاش. ففي حاجة اتعمل الاودية الفورت آآ. الانترفيس اه. اه. الانترفيسة منتعملش عليي لكونفجر. انا معملكش عليي لكونفجر. فهم هم دللكهم المصنع ما عليهمش. فكرة فلاش كده طايل فضيين. بعد كده احنا هلقنا عليكم لكونفجر. طبعا? طيب كده خلصوا، لأ وف знак انهم كده ا Aren finite 28 فهاي حقا. لكن كفيفة الحيتين بعد كده ونعزلين كده نحضور. فكده بيتان في السويتش. تمام? فالحيتين دول اسمهم مختلف اسمهم جيجا بيتل سانت زيروس لاش واحد جيجا بيتل سانت زيروس لاش نين. والد احنا الاسم ايه مختلف فدي نوع وده نوع تاني خالص. ده نوع وده نوع تاني خالص. بعد كده تلاقي انترفيس نوع تاني. طبعا ده ملاينا ده نوع ده نوع ده انترفيس نوع تاني خالص بقاله مش مفهومة بالنسبة انا احيانا اللي مقيلة. واقا الحمد للأخير اللي انا حاجة نفهمها ده ايه? لائم كونسول زيرو باسورد سيسكو وبعدين ايه? لوجين. اه فعلا انا مدخل الكلام ده. سمع. بعدين اتلاقي لائم بي تي واي زيرو اربعة باسورد سيسكو بي تي واي لوجين. وتقول اه سريع واحد انا مكتبتش لابره ده. انا كتبت لائم بي تي واي زيرو كم? مصدرش مدامكم وعا الصبورة في كل عدة. تلاحز ان لا لما سيسكو خلت الابر بتاعك دوت وطبقيتهم مطبقه على جزئين. على الخطوط مكزيرو الاربعة لوحدهم. وبعدين خلت بقية الخطوط من كام لكام? من خمسة الخمسناشر لوحدهم. بس تلاحز ان نفس الابرين مكتوبين هنا ومكتوبين هنا ولا لا? هم هم نفس الهيه? الاوهم بالزبط. طب ايه الفاكرة هنا? الفاكرة ان الاي او اس دوت. يعني حتة تاريخية شوية سريعا كده. الاي او اس بتاعها ده اتعمل الاول للراوتر. وبعد كده اس سيسكو خلته حلته للسويتش. تاني. بالاي او اس نفسه نفسه. اوائي روبوليك هم نقوله اتعمل كمين? نبدأ الراوتر. بعد كده اتطبق على السويتش. السويتش الاول كان له تاني خالص مش هكلم عليه اسمه كات او اس. بس ده من سنين طويلة جدا. فانت دلوقتي مش هتفهم. طب ما لقيه القصة? هتكتشف ان شاء الله ما تكون في الراوتر. في الراوتر الخطوط بتاعته باي دفولت من زيرو الاربعة مش من زيرو وخمستاشر. فهو ده السبب ان هما ظهرين الكونفجريشن هنا بهذا الشكل. ما يفرقش معك في حاله. تمام? في النهاية لما تبص كده وتحاول تفهم الكلام ده. معناه ايه? لائن بي تي واي من زيرو مسافة باعي يعني زيرو واحد اين تلاتة اربعة باسور بتاعتهم كزا. مش ده اللي احنا فهمناه? وبعد كده تلاقي خط تاني بي تي باي من buoy كده. كم شاكل? من التقصم؟ يعني الاو عايز ناصة المتحدة. كل الخط بتطط اندول تقدر تكتبل او لائن بي تي واي زيو باسورد سيسكوا واحد.. لوغين لائن بي تي واي واحد. لائن بي تي واي واحد. باسورد سيسكو توعملين? الوغين. باسورد لائن بي تي واي تلاتة لائن بي تي واي تلاتة لائن بي تاي بتع Blue لائن بي تي واي الابع hanno مكن عمل لهم باسورد احناناнятьش كده او نحن مش بيعمل كده لكن انا اقول لك انهم ما تفرقش انهم اقرصوهم بهذه الطريقة في النهاية النتيجة واضحة لو انت فاهم تأثير القمر الاول ايه بعد كده ينتهي الكونفريجريشن بكلمة ايه قابض لازم ينتهي الكونفريجريشن بكلمة ايه قابض لما الملف انت شفته الكبير الطويل ده اوات اللي معظمه احنا مش فاهم ايه اللي في بعض الاوامل بس زي هوس ممكن احنا خلناها واستفاضاها ده تلع اسم الـ running configuration اللي هو موجود في ابراهب عندنا وفي كوان الكونفريجريشن اللي احنا عملناه اولي احنا كمان ما عملناه مش اللي هو طالع ايه جاي باي بفول تمام المصد هو عندي سؤال بس احنا ازاي عملنا باسورد من الريموت اكسس و احنا ما عملنا لوش اي بيان بس احنا انت جهزت الباسورد لك محدش هده بس اخش بيه اكي انت بتجهز ان في باسورد دلوقتي لكن زي ما قده لما تدي الاسويتش عنوية او راقب زي ما اعرفهم بعد كده طيب ليه احنا مصبقين كثيرا؟ ليه؟ مصبقين يعني ايه مصبقين لا احنا مش مصبقين احنا بنتجه مباتي في الـ task is security فاحنا عايزين نخلص من كل الـ task is security كلها مع بعض مرة واحدة لأ حلشين مفكريش انا على طول الهدل حتى لو نعرف يعني ايه 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 احنا احنا اقصدك ليه نسبقين في البعض احنا اوضع كلام عدد قولنا نسيسكو هنا في الشابتر ده او متربيد في البحر وكي؟ هي أصدرا هتعب الى عاكة زكابة مش هعرف يعني ايه هاي فاتس بصراً بما ملاش أصلاً يعني ايه كربي خيب على الاسيش عزنا بس انا عميل يقوله ايه هاي فاتس منتراش الكلام بصراً كي؟ ان انا عمل اقوله احدو عني او كي؟ هنأتكلم عليه بالتقسير بس سنطاني ده كلهعمق تبايا؟ باتياً بها طيب ايو كيّ ناخد ال البرينج طاعتنا الل St وانا يرجع شو ما عليها اسرن ووريتكو نى الرواني ترجمة نانسي قنقر